هنتكلم اليوم عن الأندلس من الفتح حتى السقوط وهنعرف كيف فتحها المسلمين بقيادة طارق ابن زياد وكيف استطاع المسلمين بتكوين دولة قوية في أوروبا وأصبحت أقوى دول العالم في ذلك الوقت هنتكلم عن حكم الدولة الأموية ثم عهد ملوك الطواف ثم كل المعارك التي خاضها المسلمون في عهد الأندلس هنتكلم عن دول المغاربة في الحفاظ على الأندلس وعن القصة الحقيقية التي غيرتها المسلسلات العربية هنلخص تاريخ 800 سنة في ساعتين ثم أخيرا هنعرف كيف سقطت الأندلس وأحداث سقوطها بالتفصيل تعالوا بنا نعرف تفاصيل القصة بالكامل ويريد تشتركوا بقناتنا باليوتيوب وتفعيل ذر جرس ويريد أن تشتركوا بقناتنا بالتيك توك فيها ملخصات المعارك والقصص الإسلامية أولا هنتكلم عن وضع الأندلس قبل الإسلام كانت أوروبا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلف البالغ فكان الظلم هو القانون السائد فالحكام يمتلقون الأموال وخيرات البلاد والشعوب تعيش في مؤس جديد واتخذ الحكام القصور والقلاع والحصول بينما عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكن وإنما هم في فقر جديد وفي أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيين بقيادة الإيريك أن يسيطروا على قسم الغربي من الامبراطورية الرومانية فمع مرور الزمن أقرت الامبراطورية الرومانية بامتلكات القوط الغربيين وبعد فترة طعفت الامبراطورية الرومانية مما جعل القوط الغربيين يستقلون عن الامبراطورية واتخذ يوريك لقب الملك وهو يعدى المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين الذين سيعرفون باسم القوط في كل مراحل التاريخ اللاحقة قبل الفتح الإسلامي الأسباني بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه للطريق بالاستلاء على السلطة وعزل الملك غيطشا فكانت أزباني قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار نتيجة السلطة الفاسدة لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع وهذا لا يعني إنعدام قوتها العسكرية لصد أي جيش أو محاربته ثانيا وضع المسلمين في الشمال الأفريقي دخل الإسلام بلاد الشمال الأفريقي قبل فتح الأندلس ب70 سنة وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تسمى قبائل الأمازيغ أو البربر وهذه القبائل قبائل قوية الشكيمة شديدة البأس وقد ارتدت عن الإسلام أكثر من مرة فدارت الحروب بينه وبين المسلمين وانتهت باستقرار الإسلام في هذا الإقليم أواخر عام 85 هجرية على يد موسى بن نصير فكان موسى بن نصير قائدا بارعا طقيا ورعا ثبت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة فعندما تولى أفريقيا والمغرب في عهد الوليد ابن عبد الملك في عام 77 هجرية تحرك لإعادة الاستقرار لهذا الإقليم فتوجه ناحية المغرب وأعادة نظيم القوات الإسلامية فكان همه الأول هو تثبيت دعائم الإسلام الذي ارتد أهله عن الإسلام أكثر من مرة فبدأ موسى بن نصير بنشر الدعا والتابعين في بلاد المغرب لتعليم الناس دينهم فبدأت أهل القبائل بالدخور في الإسلام ودخلوا فيه أفواجا حتى أصبحوا جند الإسلام وأهله فنجح موسى بن نصير على تثبيت دعايم الإسلام وتوطيدها في الشمال الأفريقي وأتم عليه فتح الإقليم بكامله معادة مدينة واحدة هي مدينة سبتة فقد فتح ميناء طنجة ولم يستطع بفتح ميناء سبتة المماثل له في الأهمية ولذلك ولى موسى بن نصير على ميناء طنجة أمهر قادته وهو طارق ابن زياد رحمة الله عليه فطارق ابن زياد لم يكن عربيا بل كان من قبائل الأمازيغ التي استوطنت الشمال الأفريقي فكان تفكير موسى بن نصير في فتح بلد الأندلس ولكن كانت عنده عدة عقبات منها قلة السفن ووجود جزر البليارة النصرانية في ظهره ووجود ميناء سبتة المطلة على مضيق جبل طارق في أيدي نصارى على علاقة بملك الأندلس الصابق غيطشا الذي تتعرض للانقلاب من قبل لضريق فخشى موسى بن نصير إن هو هاجم الأندلس أن يتحالف يوليان حاكم سبتة مع لضريق ضده فبدأ موسى بن نصير ببناء المواني وإنشاء السفن ولأحد قادة البربر طارق بن زياد على الجيش وجعله قائدا على ميناء طنجة للاستعداد لفتح الأندلس ورغم إن طارق من الأمازيغ وليس من العرب إلا إن موسى بن نصير قدمه على غيره من العرب وذلك لكفاءته وقضواته على فهمه وقيادة قومه ثم تحرك موسى بفتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين وذلك تمهيدا لفتح الأندلس وتأمين ظهره وصلت رسالة إلى موسى بن نصير من يليان حاكم سبتة مضمونها هو تقديم يليان المساعدة لجيش المسلمين للدخول لفتح الأندلس مقابل التخلص من لضريقة ظالم فهذا الأمر أسعد موسى بن نصير لتحقيق حلمه لفتح الأندلس فأمر طارق بن زياد بالاستعداد وإتمام التجهيزات للجيش لفتح الأندلس وبعث سرية بقيادة طريف ابن مالك عن طريق البحر للتأكد من صحة كلام يليان وعمل إنارات استطلاعية وعندما رجعت اتأكد موسى من صحة كلام يليان فجهز طارق بن زياد قوة عسكرية مؤلفة من سبعة تلاف مقاتل معظمه من البربر فستطاع طارق بجمع معلومات استخبارية لفتح الأندلس وساعده يليان وقدم له يليان أربع سفن تجارية لحمل الجيش إلى الأندلس تحرك طارق ابن زياد بجيشه على متنة أربع سفن بسرية تامة وعبر طريق المضيق يوم الاثنين خمسة رجب 92 هجرية والواقع أن طابع الحملة السرية تفع موسى بن نصير إلى الاعتماد على سفن يليان التجارية لخداع الوصريق وخداع استخباراته ونزل طارق مع جنوده أمام جبل كلبي ألمانيا الذي حمل باسمه من ذلك الحين وصار يعرف بجبل طارق واتخذه مركزا لتجمع قواته وقاعدة للانطلاق إلى الداخل الأندلس وحتى يؤمن على جنوده ضد أي هجوم مفاجئ من جانب القوت سور تلك القاعدة وحصنها انتقل طارق ابن زياد إلى منطقة وسعة تسمى الجزيرة الخضراء وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس وهو حاميد جيش النصارى في هذه المنطقة فلم تكن قوة كبيرة وكعادة الفتحين المسلمين فقد عرض طارق عليهم الدخول في الإسلام ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويتركهم وأملاكهم أو يدفعون الجزية ويترك لهم ما في أيديهم أو القتال ولا يؤخرهم إلا ثلاثا لكن تلك الحامية أخذتها العزة وأبت إلا القتال فكانت الحرب سجالا بين الطرفين حتى انتصر عليهم طارق ابن زياد فأرسل زعيم تلك الحامية وكان اسمه تدمير رسالة عاجلة إلى لدريق وكان في طريطلة عاصمة الأندلس في هذا الوقت يقول له فيها أدركنا يا لدريق فإنه قد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم منهم أهل السماء قد وطوا إلى بلادنا لما وصلت أنباء تقدم طارق إبن زياد إلى لدريق وكان في الشمال لم يتهيب الموقف للمرة الأولى لاعتقاده أن المسألة لن تعد أن تكون غزوة من غزوات النهب لن تلبس أن تتلاشى ولكن حين وصلته أنباء تقدم المسلمين ناحية قرطبة أسرع وحشت جيشه وأرسل قوة عسكرية بقيادة ابن أخته بنشيو وكان أكبر رجاله للتصدي عليهم وتقابل الطرفان في الجزيرة الخضراء فكانت في مشكلة في جيش طارق إنه خالب من الخيالة لصعوبة ركوبها السفن فرتب طارق ابن زياد سفوف جيشه للقتال فهجم عليهم بكل قوة وقاتل المسلمين بقوة وشجاعة وقاتل جنود بنشيو المسلمين وكانت في مشكلة في جيش طارق ابن زياد هي عدم وجود الخيالة ولكن هجمت قوة من المسلمين قلب جيشهم فقتلت قائدهم بنشيو فتزعزع الجيش بمقتل قائدهم وقوة هجوم المسلمين فانهزموا وفرضوا باقي الجيش في اتجاه الشمال ليخبروا لذريق بما جرى بفداحة الخطر القادم من الجنوب وغنم طارق خيول العدو وأصبح جيشه مسلح بالخيول حين وصلت رسالة الفرين المنهزمين إلى لذريق وقعت عليه وقع الصائقة فجن جنونه فعقد معاهدة صلح مع الملك أخيلة اللي كان ما بينهم خلافات ونزاعات على الحق فانضم إليه أخيلة بجيشه فجمع لذريق جيشا جرارا قوامه مئة ألف من الفرسان وأقسم على إباتة جيش طارق وفي غرور شديد تحرك من الشمال إلى الجنوب ليقصد معسكر جيش المسلمين وكان طارق ابن زياد في سبع آلاف فقط من الفرسان معظمهم الرجالة وعدد محدود جدا من الخيل فلما وصلت أخبار إلى طارق بتحرك جيش لذريق بهذا العدد الهائل أرسل إلى موسى بن مصير يستنجده ويطلب منه المدد فبعت إليه طريف ابن مالك على رأس خمسة آلاف آخرين من الرجالة أيضا تحملهم السفن وصل طريف ابن مالك إلى طارق ابن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثنى عشر ألفا مقاتل وبدأ طارق ابن زياد يستعد للمعركة فكان أول حاجة عملها طارق أرسل السراية ليختار أرض مناسب للمعركة حتى وجد منطقة تسمى وادي برباط وتسميها بعض المصادر أيضا وادي لكة أو وادي لكة وكان الاختيار طارق ابن زياد لهذا المكان أبعات استراتيجية وعسكرية مهمة حتى يتفادى قلة عدد جيشه وكثرة عدد جيش العدوه فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق وبكده حمى ظهره وميمنته فلا يستطيع أحد أن يلتف حوله وكان في ميسارته أيضا محيرة فهي ناحية آمنة تماما ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي أي في ظهره فرقة قوية بقيادة طاريف ابن مالك حتى لا يباغت أحد ظهر المسلمين والمنطقة كلها مرتفعة قليلا عن ساحة المعركة ومن ثم يستطيع أن يستدرج قوات النصارى من ناحية الأمامية إلى هذه المنطقة ولا يستطيع أحد أن يلتف من حوله فبكده أحسن طارق ابن زياد اختيار لأرض المعركة وتجنبا للعدد المهول لجيش عدوه وده كان أكبر سبب في انتصاره للمعركة ومن بعيد جاء الوضريق في أبها زينة يلبس التاج الذهبي والثياب المخطى بالذهب وقد جلس على سرير محلى بالذهب يجره بغلان فهو لا يستطيع أن يتخلى عن دنياه حتى وهو في لحظات الحرب والقتال وجاء على رأس مئة ألف من الفرسان وأحضر معه الحبال محملة على بغال ليقيد بها أيد المسلمين وأرجلهم بعد هزيمتهم المحققة ثم بأغذيم عبيدا ظن أنه حسم المعركة الصالحة فبحسبانه أن 12 ألف يحتاجون إلى الشفقة والرحمة وهم أمام مئة ألف من أصحاب الأرض كان جيش الضريق مقصب إلى ثلاث أقسام قلب وجناحين وكان هو قائد القلب وكان الملك أخيله قائد الجناح الأيمن والجناح الآخر من عامة الناس والفلاحين وليس لهم ولاء كامل للضريق وفي 28 من شهر رمضان سنة 92 هجرية تقابل الجيشان ورتب كل جيش صفوفه للقتال وأمر طارق قواته بالاستعداد للدفاع وعدم الدفع بالهجوم لأي سبب كان تفكير له ضريق إجبار جيش طارق للنزول من التل وذلك لاختيار جيش طارق المكان الأمثل للمعركة فأرسل إليه بعض المقاطلين من جيشه ليجبر جيش المسلمين إلى الندول وترك أماكنهم ولكن طارق جيشه دافع بكل ثبات وعدم الإنجرال لإستفزاز العدو وانتهى اليوم الأول دون خسائل من كلا الطرفان وفي اليوم الثاني أيضا أرسل الأضريق بعض من قواته ليجبره طارق إلى الندول ولكن ثبت جيشه ودافع بكل نظام ثبات استمر هذا الوضع سبع أيام متصلة يرسل الأضريق بعض المقاطلين ولكن يظل طارق ثابتا متمسكا بمكانه دون النظر إلى فق الأضريق وفي اليوم الثامن نفذ صبر الأضريق من هذه المحاولات الفاشلة وزينا التفوق العددي النصر في عينه فاقتنع بالانتصار فأمر بالهجوم العام في اتجاه المسلمين ولما اقترب الجيش القطو من المسلمين تباطأ الجناحين عن المقدمة اللي كان تحت قيادة إمرهم الملك أخيلة والجناح الآخر من الفلاحين وعمت الناس المظلومة من نظريق ولكن نظريق لم يستطع أن يتراجع بسبب اشتباكه مع المسلمين وقعت الخيانة في جيش نظريق فانسحب أخيلة من المعركة نهائيا وانسحب الجناح الآخر أيضا فتشير بعض المصادر أنه كان في اتفاق قبض المعركة بين طارق وحاكم سبتة اللي ساعد المسلمين للحصول عن معلومات لفتح العندلس والملك أخيلة وذلك للتخلص من نظريق وقواته والتخلص من ظلمه هجم طارق بجيشه بكل قوة على جيش نظريق وأمر قواته بالهجوم العام وعندما تيقن ابتعاد أخيلة وجيشه أمر الجناحين بتطبيق كمينة الكماشة على جيش نظريق فأطبق جيش المسلمين بجيش نظريق فدارت معركة دامية وأصبح القتل في كل مكان وأصبحت الدماء متناثرة في أرجاء المعركة فبدأت قوات نظريق في الانهيار وأصبحت في كماشة المسلمين وقتل نظريق في هذه المعركة وقتل معظم جيشه فانتصل المسلمين انتصارا عظيما وقتل نظريق بغروره وتكبره كانت خسائر المسلمين قليلة بالنسبة لخسائر القوت فاستشهد من المسلمين حوالي 3000 مقاتل وقتل من الجيش القوتي معظم الجيش وغنم المسلمين غنائم كثيرة وأعظمها الخيول فأصبح كل جيش المسلمين كله خيالة بدلا ما كان معظمه مرجالة طارق ابن زياد كان يعلم أفضل الفرص لفتح الأندلس وهي استكمال الفتحات بعد هذه المعركة بالرغم انهم فقد 3000 شهيد يعني ربع الجيش فهو يجد ان الروح المعنوي للجيش عالية جدا لانهم 12000 انتصر على 100000 مقاتل في أرضهم ثانيا الروح المعنوي للقوت في الحديد نتيجة الهديم القصية ثالثا ان الجيش القوت انهزم وقتل منه الآلاف وهرب منه الكثير فأصبحت المقاومة أمام طارق ضعيفة تحرق طارق بجيشه وتوجه إلى الشمال إلى مدينة إجبلية وهي من أعظم مدن الجنوب على الإطلاق ومن أحسن المدن ولكن لما اقترب جيش المسلمين تحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ففتحت المدينة دون قتال وصالحت على الجيزية بعد فتحة إجبلية توجه طارق إلى مدينة إستجة وهي من مدن الجنوب فقاتل أهلها قتالا عنيفا وصبر المسلمون وقاتلوا بكل قوة ولكن قبل انتهاء المعركة وحسمها لصالح المسلمين انسحب الجيش وفتحت المدينة المسلمين وقد صالحوا على الجيزية من مدينة إستجة يبعث طارق إبن زياد السراية لفتح المدن الجنوبية الأخرى وينطلق بالجيش الرئيسي إلى الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمة الأندولس في ذلك الوقت ذهبت سرية إلى قرطبة وتم فتحها صلحا وذهبت سرية إلى غرناطة وتم فتحها وذهبت سرية إلى ملقوا وتم فتحها وذهبت سرية إلى مرسية وتم فتحها وكل سرية لا يزيد عدد رجالها عن 700 رجل فتح طارق معظم الأندولس توجه طارق إبن زياد بالجيش الرئيسي إلى مدينة طليطلة وطليطلة مدينة قديمة من مدن أزبانيا تقع في وسط شبه جزيرة إيبريا على مسافة 91 كم جنوب غرب مدريد العاصمة الأزبانية الحالية ويحيط بها نهر التاج من جهاز ثلاث وكان موسى بن مصير رحمة الله عليه من الذي اتسم بالحكمة والصبر قد أوصى طارق إبن زياد ألا يتجاوز مدينة قرطبة وأمره ألا يسرع في الفتح في طريقه إلى العاصمة طليطلة حتى لا يحوطه جيش النصارى لكن طارق إبن زياد وجد أن الطريق إلى طليطلة مفتوح أمامه وليس فيه صعوبات تذكر فاجتهد رأيه وعلى خلاف رأي الأمير موسى بن مصير وجد أن هذا هو الوقت المناسب لفتح طليطلة العاصمة التي تعد أحسن مدن النصارى على الإطلاق فهي محاطة بالجبال من جهة الشمال والشرق والغرب أما الجهة الجنوبية وهي جهة المفتوحة فقد كان عليها حسن كبير جدا فرأى أنه إنه هاجمها في هذه الفترة التي يصيب النصارى فيها الضعف الشديد فلن يستطيع مقاومة جيش المسلمين ويتمكن من فتحها وهذا ما قد يتعذر بعد ذلك فلا يستطيع فتحها وثبتت براع الطارق فقد فتحت البدينة أبوابها له ودخلها دون قتال على قلة من معه وانعدام المدد من خلفه فقوة جيش المسلمين جعلت المدن تفتح من غير مقاومة فمعركة وادي لكة ضربت مع نويات القوت ثم لم يكتفي طارق بفتح العاصمة بل واصل الزحف شمالا فاخترق قشتالة واليون وطارد الفلول القوت حتى استرقى فلجأوا إلى آخر الشبال الغربي عند جبال جريقية الشامخة فكانت هذه نهاية فتحاته تقدم طارق ابن زياد بهذه السرعة في بلاد الأندلس لم ينل قبولا لدى موسى ابن مصير إذ وجد فيه تهورا كبيرا لا يؤمن عواقبه وكان قد عرف عن موسى ابن مصير الحكمة والصبر في كل فتحاته في الشمال الأفريقية حتى وصوله إلى المغرب ومن ثم فقد بعث بالرسالة شديدة اللهجة إلى طارق ابن زياد يأمره فيها بالكف عن الفتح والانتظار حتى يصل إليه وذلك خشة أن تلتف حوله الجيوش النصرانية وفي أثناء ذلك بدأ موسى ابن مصير يعيد العدة لإمداد طارق ابن زياد بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة في وسط الأندلس فجهز جيشا من المسلمين 18 ألف مقاطع كان موسى ابن مصير قائدا محنكا له نظرة واعية وبعد نظر ثاقب ولم يكن يوما كما يدعي أناس إنه عطل طارق ابن زياد عن الفتح حسدا أن ينسب إليه وحده فتح بلاد الأندلس ومن ثم أراد أن يشترك في الأمر معه ذلك إن طارق ابن زياد من عمال موسى ابن مصير وواليه على الأندلس وحسنات طارق ابن زياد تعد في ميزان موسى ابن مصير فقد دخل الإسلام على يديه ولكن كانت رؤية موسى ابن مصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الهلكة وهو بعيد عن أرضه لم تستقر خطوط إمداده طبعا والجيش قد اخترق أرض الأندلس نحو العاصمة وظلت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة يريد تكتبون تعليقاتكم وآراءكم في فعل موسى ابن مصير وفعل طارق ابن زياد في الاختلاف وجهة النظر في موضوع الفتح عبر موسى ابن مصير مضيق جبل طارق وتحرك إلى المدن التي لم يفتحها طارق فتوجه إلى أجبلية لأنها نقضت الصلح مع المسلمين وهي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس ثم حاصر أجبلية حصارا شديدا طالما داه شهورا حتى فتحت أبوابها أخيرا ثم تجاوزها موسى ابن مصير إلى الشمال ولم يكن يفتح المناطق التي فتحها طارق ابن زياد وإنما اتجه ناحية الشمال الغربي وهو الاتجاه الذي لم يسلكه طارق ابن زياد فقد أراد استكمال الفتح ومساعدة طارق ابن زياد وليس أغز النصر أو الشرف منه وصل موسى ابن نصير سيره نحو طارق ابن زياد وفي طريقه فتح الكثير من المناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى ماردة كل هذا وطارق ابن زياد في طول طلع ينتظر قدومه وكانت ماردة من المناطق التي تجمع فيها كثير من قوت النصارى فحاصرها موسى ابن نصير حصارا بلغ ميداه أيضا شهورا كان آخرها شهر رمضان وفي أواخره وفي عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل ختعت المدينة أبوابها وصالح أهلها موسى ابن نصير على جزية وهكذا كانت تمر الأعياد على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في أنحاء العالم لم يكتفي موسى ابن نصير بذلك بل أرسل ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير الذي تربى كأبيه وجده على الجهاد ليفتح مناطق أوسع ناحية الغرب وقد توغل عبد العزيز في الغرب كثيرا حتى أنه في فترات معدودة فتح كل غرب الأندلس التي تسمى حاليا دولة البرتغال فقد وصل إلى الأجبونة وفتحها ثم فتح البلاد الوقاعة في شمالها وبهذا يعتبر عبد العزيز ابن موسى ابن نصير فاتح البرتغال ياريت من كل متابعينا تنظروا إلى وصف الفيديو وتشوفوا الفيديوهات السابقة للقناة وفديوهات سلسلة فتح الأندلس وياريت للشراك في القناة حاليا لأن المحتوى بيستغرق مجهود في تحضيره وشكرا لحضراتكم توجه موسى ابن نصير إلى طوليطلة المتواجد فيها طارق ابن زياد فعندما وصل موسى ابن نصير عنفى طارق ابن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء في قرطبة واستمراره حتى طوليطلة كما ذكرنا وقد كان تعنيفا سريعا ولا نشكر في أنه كان لقاءا حارا بين مطلين افترق منذ سنتين كاملتين فقد استغرقت الحملة التي قاضها طارق ابن زياد حتى وصل إلى طوليطلة عاما كاملا وكذلك استغرقت الحملة التي قاضها موسى ابن نصير حتى قابل طارق في المكان نفسه عاما كاملا وبعض اللقاء اتحد معه واتجه إلى فتح منطقة الشمال لاستكمال عمليات الفتح ففتح مناطق عدة كان منها على سبيل المثال منطقة برشلونة ففتحها ثم اتجه إلى مدينة سرقسطة وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها وفي منطقة الشمال قام موسى ابن نصير بعمل يحسد عليه فقد أرسل سرية خلف جبال البرينية وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس وتقع في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس عبرت هذه السرية جبال البرينية ثم وصلت إلى مدينة تسمى أربونة وتقع هذه المدينة على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون موسى ابن نصير قد أسس نواه لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان كما سيأتي بيانه بمشيئة الله وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى ابن نصير بجيشه إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى آخره وقد ظل المسلمون يفتقون مدن الأندلس المدينة الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلس إلا منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتسمى منطقة الصخرة أو صخرة بلاي وهي تقع على خليج باسكاي عند التقاؤه مع المحيط الأطلنطي ففي زمن قدرة بثلاث سنوات ونص ابتداء من سنة 92 هجرية إلى سنة 95 هجرية كان قد تم للمسلمين فتح كل بلاد الأندلس مع عدى صخرة بلاي وحين عزم موسى ابن نصير على أن يتم فتح هذه الصخرة ويستكمل الفتح إلى نهايته آتاه ما لم يكن يتوقعه تصل رسالة من أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك إلى موسى ابن نصير وطارق ابن زياد بأن يعود إلى دمشق ولا يستكمل الفتح حزن موسى ابن نصير وأسف أشد الأسف لكن لم يكن بد من الاستجابة والعودة كما أمير فلماذا هذا الأمر لأن الوليد ابن عبد الملك كان يشغله هم توقعهم المسلمين بعيدا عن ديارهم فهو المسؤول عن المسلمين خوفا أن يلتف النصارى من جديد حود المسلمين فكان من الممكن للوليد ابن عبد الملك أن يوقف الفتوح دون عودة موسى ابن نصير وطارق لكن هناك أمر عجيب قد سمعه الوليد جعله يصر على عودة موسى وطارق إلى دمشق ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى ابن نصير يريد أن ينتهي من فتح بلاد أندولس أن يفتح كل بلاد أوروبا حتى يصل إلى القسطنطنية من الغرب فكانت القسطنطنية قد استعصت على المسلمين من الشرق ففكر موسى أن يقود كل بلاد أوروبا فيفتح إيطاليا ثم يغوزلفيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة تركيا الحالية حتى يصل إلى القسطنطنية من جهة الغرب أي أنه سيتوغل بالجيش الإسلامي في عمق أوروبا منقطعا عن كل مدد فأفزع هذا الأمر الوليد ابن عبد الملك وغشع على جيش المسلمين من الهلكة فعجل بأمر عودة موسى ابن نصير وطارق لم يجد موسى ابن نصير إلا أن يسمع ويطيع فأخذ طارق ابن زياد وعاد إلى دمشق وعندما وصل وجد الوليد ابن عبد الملك في مرض الموت ثم لم يلبس أن مات وتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان ابن عبد الملك وكان على رأي أخيه في استبقاء موسى ابن نصير في دمشق خوفا من هلكة جيش المسلمين في توغله بلاد أوروبا نحو القسطنطنية بعد عام توفى موسى ابن نصير في عودته من الحج أما طارق ابن زياد فقد انقطعت أخباره كلية بعد رحيله إلى دمشق مع موسى ابن نصير بعد رحيله إلى دمشق مع موسى ابن نصير ولا أحد يدري هل عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس أم بقى في دمشق أما بالنسبة للصخرة لم يخطر على بال أحد من المسلمين إنهم سيأتي يوما وتكون تلك المنطقة هي نواة الممالك النصرانية التي ستنشأ فيما بعد وستكون السبب الرئيسي في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون بدأ عهد الولاه في الأندلس من 95 هجرية 714 ميلادية وينتهي عام 138 هجرية 755 ميلادية وعهد الولاه يعني أن حكم الأندلس في هذه الفترة كان يتولاه رجل يدبع الحاكم العام للمسلمين وهو الخليفة الأموي الموجود في دمشق وكان أول الولاه على الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير بعد أن تمكن المسلمون من توضيط أركان الدولة الإسلامية في هذه البلاد بدأوا يعلمون الناس الإسلام فانتشر الإسلام سريعا في البلاد ودخل عموم الناس إلى الدين أفواجها ففي عام 102 هجرية في ولاية السمح ابن مالك الخولاني على الأندلس بدأ يجمع الجيوش وتحرك شمالا فعبر جبال البرانس فانطلق إلى مدينة أربونة اللي فتحها موسى ابن نصير من قبل فاستطاع السمح ابن مالك فتح كل منطقة الجنوب الغربي لفرنسا ثم أسس مقاطعة ضخمة جدا وهي مقاطعة سبتمانيا استمر السمح يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنسا وفي الوقت ذاته أرسل يعلم الناس الإسلام سواء في فرنسا أو الأندلس ولكن أثناء معركه استشهد فيه معركة تولوس في عام 102 هجرية ولما سقط في أرض الجهاد تولى قيادة الجيش عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي واستطاع إنقاذ جيش المسلمين بالانسحاب التكتيكي إلى الأندلس بعد ذلك تولى الأندلس عن بسى ابن سحيم فاستطاع أن يجمع الجيوش فتحرك إلى أربونة وهزم الفرنجا في عجلة معالك متتالية وبدأ يتقنم من جنوب فرنسا إلى الشرق وهزم كل الحاميات هناك ثم حاصر مدينة قرقشونة ثم فتحها صلحا ثم وصل إلى قلب فرنسا وهزم كل جيوش الفرنجا حتى وصل إلى مدينة سانس التي تبعد عن باريس نحو 30 كيلو متر وتم فتحها وهذا يعني أن عمبسة قد وصل إلى ما يقرب من 70% من أراضي فرنسا فظلت 70% من أراضي فرنسا بلاد إسلامية تابعة للدولة الأموية فيقول بعض المؤرخين الغرب لقد توغل عن بسا إلى قلب فرنسا وكانت فتحاته أكثر مهارة وقوة ولذلك تضاعف في أيام خراج بلاد فرنسا وافتتح قرقشونة وأوغل في بلاد فرنسا فعبر نهر الرون إلى الشرق ولكن أصيب بجراحات في بعض المواقع فاستشهد وهو في طريقه إلى الأندلس عام 107 هجرية بعد استشهاد عمبسة بدأت الأمور في التغيير فقد تولى حكم الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير السابقين فعلى مدة خمس سنوات من 107 هجرية إلى 112 هجرية تولى إمارة الأندلس الولا كان آخرهم الرجل والدعى الهيثب ابن عبيد وكان عربيا متعصبا لقومه وقبيلته ومن هنا بدأت الخلافات تدب بين المسلمين العرب من جهة والمسلمون البربر من جهة أخرى وكانت خلافات محب العرق فحدثت اختلافات كثيرة إلى أن جاء عبد الرحمن الغافقي أمين للمسلمين في الأندلس فوح هذا صفوف المسلمين ولم يفرق بين أحد لم تكن أحوال البلاد جديدة على عبد الرحمن الغافقي فقد سبق أن تولى أسوارها بعد استشهاد السمح ابن مالي وعرف أحوالها وخبر شؤونها فكان الغافقي حاكما عادلا قديرا على إدارة شؤون دولته وتجمع الروايات التاريخية على كريم صفاته وتشيد بعدله فرحبت الأندلس بتعيينه لصابق معرفته به وبسياسة بدأ الغافقي بتوحيد الصفوف وإنهاء الخلافات والنزاعات وبدأ بدعوة المجاهدين في أنحاء الأندلس فتضفق إليه المجاهدون من كل جهة حتى بلغوا حوالي خمسين ألف رجل وفي أوائل سنة مية وأربعتاشر جرية تحرك الغافقي بجيشه وعبر بهم جبال البرانس ودخل فرنسا واتجه إلى الجنوب إلى مدينة أرال الواقع على نهر الرون لامتناعها على دفع الجزية وخروجها عن طاعته فحدثت معاركة قوية فانتصر فيها المسلمين وتم فتح المدينة ثم توجه غربا إلى دقية أقطانيا أو مقاطعة أكواتين وخرج إليه الدق أودو قائد المدينة بجيشه فاشتبك مع المسلمين وتقاتلوا قتالا عظيما ولكن حقق المسلمين نصرا حاسما ومزق جيش العدو شر ممزق واضطر الدق أودو أن يتققر بقواته تارك عاصمته بردو ليدخلها المسلمون فاتحين وأصبحت ولاية أكواتين في قبضة المسلمين تماما ومضى الغافقي نحو نهر اللوار وتوجه إلى مدينة تولوز ثانية مدائن الدقية فاقتحم المسلمون المدينة وتم فتحها بحمد الله ولم يجد الدق أودو مفرا إلا الاستنجاد بالدولة الميروفنجية وكانت أمورها في يد شارل مارتل فلبأ النداء وأسرع بنجدده وكان من قبل لا يعني بتحرقات المسلمين في جنوب فرنسا نظرا للخلافات التي كان بينه وبين الدق أودو أقطانيا وجد شارل مارتل في طلب نجده فرصة لبص نفوزه على أقطانيا التي كانت بيد غريمه ووقف الفتح الإسلامي بعد أن بات يهدده فتحرك على الفور ولم يدخل جهدا في الاستعداد فبعث يستخدم الجند من كل مكان فوافته جنود أجلاف أقوياء يحاربون الشبه عراه بالإضافة إلى جنده وكانوا أقوياء لهم خبرة بالحروب وبعد أن أتم شارل مارتل استعداده تحرك بجيشه الجرار الذي يريد في عدده على جيش المسلمين يهز الأرض هزا ووصل عدد جنده حوالي ربعمائة ألف مقاتل وصل شارل بقواته إلى شمال شرق بواتية والمنطقة تسمى بالبلاط وهي كلمة تعني في الأندلس القصر أو الحسن لوجود قصر قديم من جانبها اختار شارل أرض المعركة وهو سهل مليء بالأشجار أخفى فيه معظم جيشه حتى لا يقدر المسلمين بحساب عدد جيشهم كان جيش الإسلامي قد انتهى بعد زحفه إلى السهل الممتد بين مدينتين بواتية وتور بعد أن استولى على المدينتين وجدت ماركو الشارل بجيشه في منطقة البلاط في ذلك الوقت دون أن ينتبه المسلمون بقدوم طلائعه وذلك قصر في استخبارات جيش المسلمين وعندما علم عبد الرحمن الغافقي بتمركز جيش شارل تحرك إليهم وعسكر على بعد أميال من جيش شارل ففي عام 114 هجرية 732 ميلادية استعدت طرفان القتال ففتح الغافقي صفوفه القتال وحمس المسلمين بالهجوم الكسح على قوات شارل أمر شارل قواته بالدفاع وعدم الدفع بالهجوم فتقدم المسلمين ناحية جيش شارل وهاجموا بكل قوة وبدأ شارل بالاستماتة في الدفاع فانتهى اليوم الأول دون أن يحقق أحدهم نصر حاسما لصالحه استمر القتال حوالي تسع أيام متتالية دون أن يحقق أحدهم نصر وفي اليوم العشر نجبت معركة هائلة وأبدأ كلا الفريقين منتهى الششاعة والجلد والثبات أمر شارل بالهجوم الكسح وبدأ جيش المسلمين يتراجع ثم خرجت معظم قوات شارل من السهل وتقاتل الطرفان بكل قوة وثبت المسلمين ولكن اخترقت فرقة من فرسان العدو إلى خلف صفوف المسلمين حيث معسكر الغنائم فللأسف ارتدت فرقة كبيرة من فرسان من قلب المعركة لرد الهجوم المباغي وحماية الغنائم فهذا الفعل زعزع صفوف المسلمين وأدى إلى خلل في النظام واتطربت صفوف الجيش الإسلامي واتسعت التغرى في الجيش حاول الغافقي أن يعيد النظام ويمسك بزمام الأمور ويرد الحماس إلى نفوس جنده لكن أصابه سهم غادر استقر في قلبه فسقط شهيدا في الميدان فهذا الفعل زاد اضطراب صفوف المسلمين وعم الزعر في الجيش فاستغل شارل ذلك فهجم على المسلمين فدارت مسبحة كبيرة للجيش الإسلامي ولولا بقية من ثبات رسق مؤيمان باقي الجيش لحدثت كارثة كبرى للمسلمين أمام جيش فوقهم معددا وصبر المسلمون حتى أقبل الليل فانتهزوا فرصة الظلام الليل وانسحبوا إلى سبتمانيا تاركين أثقالهم ومعظم غنائهم العدو ولما لاحظ صباح نهض الفرنجة لمواصلة القتال فلم يجدوا أحد من المسلمين ولم يجدوا غير السكون الذي يطبق على المكان فتقدموا على حذر نحو الخيام لعل في الأمر خديعة فوجدوها خاوية واكتفى شارلي بالإلحاب المسلمين ولم يجرؤ على مطاردتهم وعاد بجيشه إلى الشمال من حيث أتى فيرئيت تكتبونا إرأيكم في أسباب هزيمة المسلمين في هذه المعركة بالرغم من فتح معظم فرنسا والقرب من باريس فعوامل كثيرة سببت في هذه الهزيمة إن المسلمين قطعوا آلاف الأميال منذ خروجهم من الأندلس وأنهاجتهم الحروب المتصلة في فرنسا وأرهاقهم السير والحركة وطوال هذا المسير لم يصلهم مدد يجدد حيوية الجيش ويعينه على مهمته فالإمداد بعيد بينهم وبين مركز الخلافة في دمشق فكانوا في سيرهم في نواحي فرنسا أقرب إلى قصص الأساطير منها اختلفت بعض الروايات في موضوع تعظيم شأن قصة الغنيمة حتى الآن يعظم المؤرخون الأوروبيين من هذه المعركة فمعظمهم يعيدها إنقاذا لأوروبا فيقول أحدهم إنها أنقذت أباءنا البريطانيين وجيراننا الفرنسيين من الإسلام ويقول الآخرون إن هذا النصر وضع حدا حاسما لفتوح العرب في غرب أوروبا وأنقذ النصرانية من الإسلام ويراها فريقا آخر من المؤرخين المعتدلين إن هذا النصر نجبة كبيرة حلت بأوروبا وحرمتها من المدنية والحضارة فيقول جوستيف لوبان في كتاب حضارة العرب لو إن العرب استولوا على فرنسا إذن لصارت باريس مثل قرطبة وأزبانيا مركزا للحضارة والعلم حيث كان رجل الشارع فيها يكتب ويقرأ بل يقول الشارع أحيانا في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسماؤهم خسر المسلمون 12 ألف شهيد وخسر الفنجة حوالي 2000 قتيل وبعد معركة بلاط الشهداء لم تتيح للمسلمين فرصة أخرى ليخترقوا إلى قلب أوروبا فقد أصيبوا بتفرقة الكلمة والمنازعات في الوقت الذي توحدت فيه قوة النصارى أثناء سقوط الدولة الأموية سنة 132 هجرية 750 ميلادية فقد سيطر العباسيون على الحكم وحاولوا قتل كل من كان مؤهلا من الأمويين لتولي الخلافة فقاتل الأمراء وأبناء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء إلا قلا ممن لم تصل إليهم سيوفهم وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بن العباس عبد الرحمن ابن معوية حفيد هشام ابن عبد الملك وقد نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموية وكان الفاتح الكبير مسلمة ابن عبد الملك عم أبيه يره أهلا للولاية والحكم ولما وصل في سن 19 سنة انقلب العباسيون على الأمويين واستخدموا فيهم السيف حتى لا يفكر في الخلافة أحدا منهم فكانوا يقتلون كل من بلغ من البيت الأموي ولا يقتلون النساء الأطفال فهرب عبد الرحمن ابن معوية من مكانه ومستقره بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات ولكن المطارد العباسية بلغته في مكان فبينما كان يجلس في بيته إذ دخل عليه ابنه دول أربع سنوات يبكي فزعا وكان عبد الرحمن ابن معوية مريضا معتزرا في الظلام في ركن من البيت لأنه كان يعاني من رمضان في عينه فأخذ يسكن الطفل بما يسكن به الأطفال إلا إن الطفل ظل فزعا مرعوبا لم يهدأ فقام معه عبد الرحمن ابن معوية إلى الخارج فوجد الرايات السود رايات الدولة العباسية خارج البيت وكانت تعم القرية جميعا فعلم أنه مطلوب فرجع عبد الرحمن ابن معوية وأخذ أخاه هشام ابن معوية وما معه من نقود وترك النساء والأطفال وكل شيء وانطلق عبد الرحمن هاربا ومعه أخوه هشام نحو الفرات وعند الفرات وصلت إليهم خيور العباسيين فالقيا بأنفسهم في النهر وأخذ يسبحان ومن بعيد نادهم العباسيون أن أرجعوا لكم الأمان وأقسموا لهم على هذا طبعا كان هدف عبد الرحمن وأخيه أن يقطع النهر السباحة حتى الضفة الأخرى إلى إن هشام لم يقع على السباحة لكل هذه المسافة ثم أثر فيه نداء العباسيين وأمانهم فأراد أن يعود فناداه عبد الرحمن يستحطه ويشجعه ألا تعود يا أخي وإلا فإنهم سوف يقتلونك فرد عليه إنهم قد أعطون الأمان يا أخي ولكن لم يسمع كلام أخيه الأكبر فرجع إليهم فما أن أمسك به العباسيون حتى قتلوه أمام عين أخيه عبد الرحمن وعبر عبد الرحمن ابن معوي النهر وهو لا يستطيع أن يتكلم أو يفكر من شدة الحزن على أخيه ابن ثلاثة عشر سنة ثم اتجه عبد الرحمن إلى فلسطين ثم اتجه إلى مصر فقرر أن يتوجه إلى بلاد المغرب لأن أمه كانت من إحدى قبائل الأمازيق فهرب إلى أخواله هناك في قصة هروب طويلة جدا وعجيبة يهرب من بلد إلى أخرى هو يعلم أنه مطلوب الرأس كان يترقف في كل لخزة لا يستطيع أن ينام من الخوف وصل عبد الرحمن ابن معوية إلى برقة في ليبيا وظل مختبعا فيها خمس سنين إلى أن يهدأ الطلب والمطاردات ثم خرج إلى القيروان وكانت القيروان في ذلك الوقت في حكم عبد الرحمن ابن حبيب فعندما علم بوصول عبد الرحمن ابن معوية بحث عنه ليقتله ولكن وصل الخبر عند عبد الرحمن ابن معوية فهرب إلى تلدة ومنها إلى مضارب قابلة نفزة بالمغرب الأقصى وهم أخواله ولم يكن الوضع هناك بالآمن إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة وهم الذين يكرهون الأمويين أيضا لو عالموا بوجوده ليساروا ليقتلوه في الواقع لم يعد أمام عبد الرحمن ابن معوية إلا بلاد الأندلس فبلاد الأندلس أنسب الأماكن له لأنها بعيدة عن شوقة العباسيين وعن الخوارج لأنه مطلوب الرأس في أي قطر من بلاد المسلمين ففي أقصى الشرق من فارس وما إليها تكمن شوقة العباسيين ومعاقلهم الرهيب وفي الشام ومصر سلطة العباسيين وفي الشمال الأفريقي وبلاد المغرب الإسلامي مطلوب من عبد الرحمن ابن حبيب والخوارج وضع الأندلس في ذلك الوقت فكان يحكم الأندلس يوسف ابن عبد الرحمن الفهري وذلك كان في نهاية الفترة الثانية من عهد الولاة وزادت الأطرابات والثورات في الأندلس في ذلك الوقت وكان يوسف الفهري رجلا ظالما ساءت فيها أحوال الأندلس وأصبح في كل الشبل منها ثورات وإطرابات بدأت الممالك الفرنجة في فرنسا وفي أقصى شمال الأندلس تفكر في ضم الأندلس فعندما سقطت الخلافة الأموية وجاءت الخلافة العباسية انفصل يوسف الفهري عنهم وأصبح مستقلة عن الخلافة العباسية فلذلك كانت الأندلس أنسب البلاد لعبد الرحمن ابن معوية على غورتها واحتدام الثورات فيها فهي بعيدة عن العباسيين وعن الخوارج ففي سنة 186 هجرية بدأ عبد الرحمن ابن معوية يعد لغدة لدخول الأندلس فعمل على الآتي أولا أرسل مولاه بدرا إلى الأندلس لدراسة الموقف ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم فيها فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية وزعيمهم أبو الصباح اليحصبي والقيصية وزعيمهم أبو جوشن الصميل ابن حاتم هم الذين كانوا عمادا لدولة عبد الرحمن ابن يوسف الفهري ثانيا راسل كل محبي الدولة الأموية في أرض الأندلس والحق إن كثيرا من الناس في عهد الدولة الأموية وفي غيرها كانوا يحبون الأمويين كثيرا فكان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الكثير من المؤيدين والكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل المختلفة ثالثا راسل كل الأمويين في الأندلس يعرض عليهم فكرتهم وإنه يعزم على دخول الأندلس ويطلب معونتهم ومددهم رابعا كان معظم قبائل الأمازيق تدعم عبد الرحمن ابن موية فساعدوه في شمال أفريقيا وفي حكم الأندلس كانت الخطوة المؤثرة التي نجح فيها بدر مولى عبد الرحمن الداخل هو وصوله إلى موالي بني أمية في الأندلس وعمل تحالف مع اليمنية وإذن فقد نجح بدر في مهمته فأرسل رسولا إلى عبد الرحمن الداخل يقول له إن الوضع أصبح جاهزا لاستقبالك هناك وحينما سأله عن اسمه قال تمام قال وماكن يتك قال أبو غالب فقال الله أكبر الآن تم أمرنا وغلبنا بحول الله تعالى وقوته والحوار ده كان زي كلمة سر اللي متفق عليها مع مولاه بدر وبدأ يعد العدة ويجهز السفينة التي أخذته منفردا إلى بلاد الأندلس نزل عبد الرحمن ابن معوية رحمة الله عليه على ساحل الأندلس بمفرده واستقبله هناك مولاه بدر ومجرد أن دخل عبد الرحمن ابن معوية الأندلس بدأ يجمع الناس من حوله محبية دولة الأموية والأمازيغ وبعد القبائل المعارضة ليوسف الفهري كما قد وصلت إليه فلول من الأموين الهاربين وأيضا جاء إليه رئيس اليمنيين أبو الصباح اليحصبي وأعطى البيعة لعبد الرحمن ابن معوية وكان مقر رئيسي لليمنيين في مدينة أجبلية وهي المدينة الكبيرة التي كانت تعد حاضرة من حواضر الإسلام في ذلك الوقت فذهب عبد الرحمن ابن معوية بنفسه إلى أجبلية فبايعه كل اليمنيين وكل محبية دولة الأموية ومعظم قبائل الأمازيغ وكل القبائل المعارضة ليوسف الفهري التي كانت تعاني من ظلمه بدأ عبد الرحمن ابن معوية يجمع في الناس ومحبيه وبدأ يرتب جيشه فقبل البدء في القتال أرسل عبد الرحمن ابن معوية عدة رسال إلى يوسف ابن عبد الرحمن الفهري يطلب وده وأن يسلم له الإمارة ويكون الفهري رجلا من رجال في بلاد الأندلس بحكم إنه حفيد هشام ابن عبد الملك لكن يوسف الفهري رفض ذلك وجهز جيشا وجاء ليحارب عبد الرحمن ابن معوية ومن معه ففي عام 138 هجرية 756 ميلادية وقعت معركة كبيرة اسمها معركة المصارى بين يوسف الفهري ومن معه القيسية وعبد الرحمن ابن معوية الذي يعتمد في الأساس على اليمنيين تغابل الطرفان أمام بعض وقبل القتال كان رئيس اليمنيين أبو الصباح اليحصبي قد سمع بعض المقولات إن عبد الرحمن ابن معوية غريب عن البلاد ثم إن معه فرسا عظيما أشهب فإن حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال ويترقنا وحدنا للفهريين وقد وصلت تلك المقولة إلى عبد الرحمن ابن معوية فقام وفي ذكاء شديد يفوق سنة الخامسة والعشرين وذهب بنفسه إلى أب الصباح اليحصبي وقال له إن جوادي هذا سريع الحرقة ولا يمكنني من الرمي فإن أردت أن تأخذه وتعطيني بغلتك فعلت فأعطاه الجواد السريع وأخذ منه البغلة ليقاتل عليها وحين أذن قال اليمنيون إن هذا ليس رجل يريد الهرب إنما هو ملك من يريد الموت في ساحة المعركة كل ذلك أوامل أثرت في جيش عبد الرحمن فوجد فيه القائد المخلص المحبوب اللي كان يقاتل بنفسه في وسط جنده حمث عبد الرحمن كل أفراد الجيش وفتح صفوف للقتال وهاجم على جيش يوسف الفهري وقاتل بكل قوة ودخل عبد الرحمن إلى وسط المعركة يقاتل بنفسه طبعا كل أفراد الجيش وجدوا ذلك فزادوا حماسا فدغضوا على القيسية حتى أحدثوا خللا في صفوفهم وأنتجوا فوضى في صفوف عدوهم وبدأ جيش يوسف الفهري في الانسحاب فانتصر عبد الرحمن ابن معوية وفر يوسف الفهري كانت عادة المحاربين أن يتبع الجيش المنتصر فلو المنهزمين والفهري يقتلهم ويقضي عليهم ومن ثم يقضي على ثورتهم وحين بدأ اليمنيون يجاهزون أنفسهم ليتتبعوا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الرحمن ابن معوية وقال لهم قولة ظل تتردد في أصداء التاريخ أمارة على علمه ونبوغه وفهم صحيح وفكر صائف في تقدير الأمور قال لهم لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم واستبقوهم لأشد عداوة منهم يريد عبد الرحمن أن يوحد الأندلس ويوحد كلمته حتى تكون عونا من النصارى اللي في ليون وفرنسا وغيرها لم يجد عبد الرحمن أحدا في طريقه إلى قصر الحكم في قرطبة فتوجه إلى قرطبة ودخلها فاتحا وسيطر جنوده على الأسلحة والمتاع اللي إن بعض الناس حاول انتهاك قصر يوسف الفهري نفسه وسبي أولاده وحريبه فسارع وطرد الناس فترك عبد الرحمن أهل يوسف الفهري أن يجمعوا أمرهم وأن يخرجوا بأمان بعد انتصار عبد الرحمن ابن معوية في موقعة المصارى ودخول قرطبة عاصمة الأندلس في ذلك الوقت لقب عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل من بني أمية قرطبة حاكما وعرفت الفترة التي تلت دخوله قرطبة بفترة الإمارة الأموية وتبدأ من سنة 138 هجرية 755 ميلادية وتنتهي سنة 316 هجرية 928 ميلادية وسميت الإمارة لأنها أصبحت منفصلة على الخلافة الإسلامية سواء في عصر الخلافة العباسية أو مات لها بعد ذلك من العصور إلى آخر عهود الأندلس وبدأ عبد الرحمن الداخل بعد ذلك ينظم أمور الأندلس وكانت هناك ثورات في كل مكان من أرض الأندلس ورث بعضها والآخر ثار عليه ولكن بذكاء وصبر استطاع أن يقمع كل هذه الثورات حتى وصلت إلى 35 ثورة طول حياته فكانت أعظم ثورة أن أرسل الخليفة العباسي سنة 146 هجرية رجلا يدعى العلا ابن مغيث الحضرمي ليقتل عبد الرحمن الداخل ومن ثم يضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية ولكن عبد الرحمن بكل قوة سيطر عليهم وقتل العلا وكل رجاله فعندما وصل الخبر إلى الخليفة العباسي قال قتلنا هذا البائس الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر بد سماه الخليفة العباسي بسقر قريش وكان ذلك ليس بإعجاب به ولكن كان إعجاب اضطرار أو هو إعجاب فرض نفسه عليه بعد استقرار الأمور في الأندلس بدأ عبد الرحمن يهتم بالأمور الداخلية وبناء دولة حقيقية قوية بدأ بإنشاء جيش قوي واعتمد على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس وعمل على إنشاء مصارع للسيوف والمنجنية وإنشاء أسطولة البحرية قوية نشر العلم واهتم بالعلماء اهتم بالأمر بالمعروف والناهي على المنكر كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بيناء مزجد قرطبة الكبير يهتم بالإنشاء والتعمير وتشييد الحصون والقلاع والقناطر ورطه أول الأندلس بآخرها أنشأ أول دار السكن القدر الإسلامية في الأندلس نشر الجيش على الحدود الأندلس لحماية الثقور فيقول بعض المؤرخين لو لعبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية أصبحت الأندلس دولة قوية في العلم ودولة متحضرة بالعلم والحضارة حكم عبد الرحمن الداخل الأندلس 34 عام وتوفى بقرطبة سنة 172 هجرية بعد أن ترك لأبناءه وأحفاده دولة قوية تولى بعد ذلك حكم الأندلس أبناءه ثم أحفاده وسميت هذه الفترة باسم الإمارة الأموية اللي بدأت سنة 138 هجرية بحكم عبد الرحمن وانتهت سنة 316 هجرية في أعماق صحراء مرتنية البلد الإسلامي الكبير وبالتحديد في الجنوب القاحل حيث الصحراء الممتدة والحر الشديد ففي هذه المناطق كانت تعيش قبائل البربر ومن قبائل البربر الكبيرة كانت قبيلتي جدالة ولمتونة أكبر فرعين في صنهاجه كانت جدالة تقتن جنوب مرتنية وكانت قد دخلت في الإسلام منزخرون وكان على رأس جدالة رئيسهم يحيى بن إبراهيم الجدالي وكان لهذا الرجل فطرة سوية وأخلاق حسنة نظر يحيى بن إبراهيم في قبيلته فوجد أمور عجيبة فوجد الناس وقد أدمنوا الخمور وألفوا الزنا وكثر الزواج من أكثر من أربعة والناس ما زالوا مسلمين ولا ينكر عليهم أحد ما يفعلونه فالسلب والنهر هو العرف السائد القبائل مشتتة مفرقة القبيلة قوية تأكل الضعيفة وكان المغرب الأقصى في ذلك الوقت في محنة سياسية ودينية حيث ظهرت دعوات منحرفة عن الإسلام وحقيقته وجوهره الأصيل كان يحيى بن إبراهيم الجدالي صاحب الفطرة النقية يعلم أن كل ما يفعله قومه من المنكرات لكنه لم يكن بمقدوره التغيير فالشعب كله في ضلال وبعيد كل البعد عن الدين كما أن الرجل نفسه لا يملك من العلم ما يستطيع به أن يغير الناس وبعد حيرة وتفكر هداه ربه لأن يذهب إلى الحج ثم هو في طريق عودته يذهب إلى مدينة القيروان مدينة العلم والعلماء فيكلم علماءها المشهورين بالعلم لعل واحدا منهم أن يأتي معه فيعلم قبيلة الإسلام وبالفعل ذهب إلى الحج وفي طريق عودته ذهب إلى القيروان وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي وهو شيخ المالكية في مدينة القيروان فكان المذهب المالكي هو المنتشر في كل بلاد الشمال الأفريقي وإلى عصرنا الحالي فحكى له قصته وسأله عن الدواء فما كان من أبي عمران الفاسي اللي أن أرسل معه شيخا جليلا يعلم الناس أمور دينهم ترى من هو هذا الشيخ إنه عبد الله بن يسين أزعيم الأول للمرابطين وجاء مع شملهم وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم اتجى الشيخ عبد الله بن يسين مع يحيى ابن إبراهيم صوب الصحراء الكبرى مختلقا جنوب الجزائر وشمال مورتانيا حتى وصل إلى الجنوب منها حيث قبيل جدالة وبدأ يعلم الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويفقهم في الدين ولكن ثار عليه أصحاب المصالح بل وثار عليه الشعب أيضا فالكل يريد أن يعيش في شهواته وملداته دون قيد أو شرط وأصحاب المصالح هم أكبر مستفيد مما يحدث فبدأ الناس يجادلونه ويصدونه عما يفعل ولم يستطع يحيى ابن إبراهيم زعيم القبيلة أن يحميه فبدأ الناس يهددون الشيخ عبد الله وحين سمر على مقف من تعليمهم وهدايتهم قاموا بضربه ثم قاموا بطرد خارج البلاد جلس الشيخ يفكر ثم هداه المولى عز وجل إلى أن تأمق في الصحرانة حيث الجنوب بعيدا حتى وصل إلى شمال السنغال فذهب إلى جزيرة فصنع خيمة بسيطة له وجلس فيها وحده ثم بعث برسالة إلى أهل جدالة في جنوب مرتانية يقبر منهم الصالحون من يريد التعلم فليأتي في هذا المكان فذهب خمسة من أبناء القبيلة إلى الشيخ حبا في تعلم الدين وفي خيمته وبصبر شديد أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يعلمهم الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمهم العقيدة الصحيحة والجهاد في سبيل الله ذاق الرجال معهم حلاوة الدين ثم شعروا إن من واجبهم أن يأتي بمعارفهم وأقاربهم وذويهم ويتزوقوا حلاوة ما تزوقوه فذهبوا إلى جدالة وكانوا خمسة رجال وقد رجع كل منهم برجل فأصبحوا عشرة ثم ذادوا عشرين وحين ضاقت عليهم الخيمة أقام وخيمة ثانية فثالثة فرابعة وبدأ العدد في ازدياد مستمر فغثر العدد حتى أصبح بعد أربع أعوام فقط إلى ألف رجل ولأن المرابطين أو المجاهدين كانوا يتخذون خيامنا على الثغور يحمون فيها الثغور المسلمين ويجاهدون في سبيل الله فقد تسمى الشيخ عبدالله بن ياسين ومن معه ممن كانوا يرابطون في خيام على النهر السنغال بجماعة المرابطين وعرفوا في التاريخ بهذا الاسم وفي سنة 445 هجرية 1053 تحدث انفراجة كبيرة ويقتنع بفكرة الشيخ عبدالله بن ياسين وجماعته من شباب قبيل الجدالة يحيى ابن عمران لمتوني زعيم ثاني أكبر قبيلة من قبائل صنهاجة وهي قبيلة لمتونة فدخل في جماعة المرابطين وذهب إلى قومه ودعاهم أن يدخلوا في دعوة الشيخ عبدالله بن ياسين وأصبح المرابطون حوالي 7000 رجل ثم اعتجه الشيخ إلى قبيلة جدالة فيفرض سيطرته عليه فتصبح أيضا جدالة مع الشيخ عبدالله وبدأ يعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين وبعد قليل من دخول قبيلة لمتونة في جماعة المرابطين يموت زعيمهم الذي دلهم على طريق الهداية الشيخ يحيى ابن عمران ثم يتولى من بعده زعامة القبيلة الشيخ ابو بكر ابن عمران لمتوني دخل الشيخ ابو بكر ابن عمران لمتوني بحماس شديد مع الشيخ عبدالله بن ياسين وبدأ أمرهم يقوى وعدعدهم تزداد وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها شمال السنغال فبدأوا يتوسعون حتى وصلت حدودهم من شمال السنغال إلى جنوب مورتانيا جماعة واحدة تمثل جماعة المرابطين أما الشيخ عبدالله بن ياسين ففي إحدى جولاته وبينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في إحدى القبائل حربوه وقاتلوه حتى استشد رحمة الله سنة 451 هجرية بعد أن أمضى 11 عاما من تربية الرجال على الجهاد والفقه الصحية بعد الشيخ عبدالله بن ياسين يتولى الشيخ ابو بكر ابن عمر لمتوني زعامة جماعة المرابطين وفي خلال سنتين من زعامته لهذه الجماعة النشئة يكون قد ظهر في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين وأرضها تشمل شمال السنغال وجنوب مورتانيا وهي لا تكترة على خرط العالم وبعد سنتين من تولي الشيخ ابو بكر ابن عمر لمتوني زعامة المرابطين في سنة 453 هجرية يسمع بخلاف قد نجب بين المسلمين في جنوب السنغال في منطقة بعيدة تماما عن دويلة المرابطين والعلمه ان الخلاف شر وانه لو استشرى بين الناس فلن يكون هناك مجال للدعوة نزل ابو عجالة ليحل هذا الخلاف رغم ان الناس ليسوا في جماعته وليسوا من قبيلته ففي هذه السنة وصلت اعداد المرابطين قرابة 14 الف رجل فاخذ نصف الجيش وذهب الى جنوب السنغال ليحل الخلاف وترك نصف الاخر في زعامة المرابطين لابن عمه يوسف ابن تشفين رحمة الله عليه هذا البطل العظيم اللي عمل انجازات عظيمة ستعرفونها لاحقا بعد وصول ابو بكر ابن عمر استطاع ان يحل الخلاف الذي حدث في جنوب السنغال لكنه يفاجئ بشيء عجيب فقد وجد في جنوب السنغال قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية وجد قبائل لم يصل اليها الاسلام بالمرة حز ذلك في نفسه فاقبل شيخ ابو بكر ابن عمر اللامتوني بالسبع الاف الذين معه يعلمونهم الاسلام ويعرفونهم دين الله فاخذوا يتعلمون ويتعجبون كيف لم نسمع بهذا الدين من قبل فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع اخر فقاومهم الشيخ في معارك وحروب طويلة ظل شيخ ابو بكر يتوسع في دعوته ويتنقل من قبيلة الى قبيلة وفي 468 هجرية وبعد 15 سنة من تركه جنوب مورتانيا وهو زعيم على دولة المرابطين يعود رحمة الله بعد مهمة شقة في سبيل الله فلقد ساهم في نشر الاسلام في الصحاري القاحلة وحدود السنغال ونيجيريا وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت ودخلت للإسلام ودخل من الزنوج اعداد كبيرة في الاسلام اما يوسف ابن تشفين منذ ان ترك الشيخ ابو بكر ابن عمر اللامتوني قيادة المرابطين بدأ ينظر في شمال مورتانيا في جنوب المغرب العربي فرأى من سكان البربر الذين يعيشون في هذه المنطقة بالتحديد في سنة 453 رأى قبيلة همارة وهي من قبائل البربر رجل يدعى النبوة والناس يصدقونه وأيضا في قبيلة برغواطة رجل آخر يدعى النبوة والناس يصدقونه وأيضا في قبيلة زناتة من القبائل السنية في المنطقة وكانت تعرف جزءا من الإسلام ولكنهم كانوا يسلبون وينهبون والقوية يأكل الضعيف فشق ذلك الوضع كثيرا على يوسف ابن تشفين فأخذ جيشه وانطلق في الشمال فحارب قبيلة غمارة فهزمهم وضمهم إلى أملاك المرابطين ثم حارب قبيلة برغواطة فهزمهم ثم حارب قبيلة الزناتة فهزمهم استطاع يوسف ابن تشفين أن يواحد تلك المنطقة تحت رايته وبدأ يعلم الإسلام ويدعو الناس ثم أسس يوسف ابن تشفين مدينة المراكش في هذه المنطقة حتى تنطلق منها الجيوش لزيادة مساحة دولته تحرك يوسف ابن تشفين إلى الشمال فوجد قبائل المغرب ثم اتجه إلى الجزائر وضمها إلى حكمه حتى وصل إلى تونس بأكملها وأصبح جيشه حوالي 100 ألف فارس يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين ودي أول مرة تتحت كل من بلاد المغرب الأقصى تونس والجزائر والمغرب ومورتانيا والسنغال تحت راية واحدة وهي المرابطين وتحت زعيم واحد وهو يوسف ابن تشفين وبعد رجوع الشيخ أبو بكر ابن عمر اللامتوني وبعد 15 سنة من الدعوة في جنوب السنغال وأدغال أفريقيا يرى يوسف ابن تشفين رحمة الله الذي تركه فقط على شمال السنغال وجنوب مورتانيا يراه أميرا على السنغال بأكملها ومورتانيا بأكملها وجزائر بأكملها وتونس بأكملها وعلى جيش يصل إلى 100 ألف مقاتل وأصبح المرابطون دولة قوية من دول الإسلام وجد أبو بكر ابن عمر اللامتوني كذلك أن هناك مدينة قد أسست على التقوى وهي مدينة مراكش والتي أسسها الأمير يوسف ابن تشفين فقام الشيخ ابو بكر ابن عمر اللامتوني بفعل شيء عجيب أنت نازل عن الحكم وقال ليوسف ابن تشفين أنت أحق بالحكم مني أنت الأمير أما أنا فقد ضقت حلاوة دخول للناس في الإسلام فأعود مرة إلى أدغال أفريقيا أدعو الله هناك نزل الشيخ ابو بكر ابن عمر اللامتوني إلى أدغال أفريقيا يدعو من جديد فأدخل الإسلام في غينيا وفي ساحل العاج وفي مالي وفي بوركينة فاسو وفي النيجر وفي غانا وفي توجو وفي ناجيريا وكان هذا هو الدخول الثاني للإسلام في ناجيريا حيث دخلها قبل ذلك بقرون وفي الكامرون وفي أفريقيا الوسطى وفي الجابون فكانت أكثر من 15 دولة أفريقية قد دخلها الإسلام على يد هذا المجاهد البطل أبو بكر اللامتوني حتى أصبح عدد رجال جيشه إلى 500 ألف مقاتل وفي أحد حروبه استشهد بعدما ترك دولة كبيرة متربعة على خارط العالم ممتدة من تونس في الشمال إلى الجابون في وسط أفريقيا وهي تملك أكثر من ثلث ساحة أفريقيا سمى يوسف ابن تشفين نفسه بأمير المسلمين وناصر الدولة واستمر فيه دعوته لأنه يمثل أكبر دولة في العالم في الوقت ده فهذه الدولة تبثل أكثر من 20 دولة أفريقية فبعد 38 سنة في سنة 478 هجرية يصبح يوسف ابن تشفين زعيم هذه الدولة العظيمة بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة 422 هجرية تقسمت الأندلس إلى عدة دولات صغيرة حتى وصلت إلى 23 دولة وكل دولة يحكمها والي وهذه الفترة تعرف بملوك الطواف وهي أصعب فترة من فترات التاريخ في الأندلس وأكثرها تعقيدا فكان فيه تنازع شديد بين ملوك الأندلس وكان فيه حروب ما بينهم حتى وصلت إلى أنهم استنجدوا بممالك النصارى ضد إخوانهم من المسلمين فهذا الانفكاك أدى إلى تزايد قوة ممالك النصارى فأصبحت قوة كبيرة في الأندلس ففي سنة 478 هجرية 1085 ميلادية هاجم ملك قشتال النصارى الفونسو السادس على طليطلة ودمر أسوارها فسقطت طليطلة المدينة العظيمة حاضرة الأندلس اللي كانت عاصمة الأندلس قبل دخول الإسلام ثم تحرك الفونسو السادس ناحية أجبلية فحصلها وكاد أن يخترقها ولكن المحتمد ابن عباد حاكم إجبلية هدد ألفونسو السادس لو استمر الحصار سوف يستنجد بدولة المرابطين فانسحب ألفونسو وعاد إلى قشتالة بدأ الزعر في جميع ملوك المسلمين في الأندلس فلأول مرة اجتمعوا حتى يجدوا حل يكسر ألفونسو فبدأ في الاجتماع المحتمد يقترح أن يستنجد بيوسف ابن تشفين أمير المسلمين في دولة المرابطين ولكن معظمهم استبعت هذا الأمر خوفا من سيطرة المرابطين على ممالكهم المتهالكة ولكن وضح المحتمد حاكم أجبلية لرعي الجمال خيرا من رعي الخنازير يقصد أن أحتكم الوسلم أفضل من أن أحتكم من ممالك النصارى فوافق المتوكل حاكم بطليوس وكذلك عبد الله حاكم غرناطة فأصبحت غرناطة وأجبلية وبطليوس أكبر دول الإسلامي في الأندلس متفقة على الاستعانة بالمرابطين فجهزوا الرسل يمثلوا ملوك الطواف وأرسلوهم إلى مراقش عاصمة المرابطين فكما ذكرنا في الحلقة السابقة التي ستجدوها في أسفل صندوق الوصف دخلت الرسل إلى يوسف بن تشفين يستنجدون بأن يأتي إلى الأندلس لينقصهم من ممالك النصارى فتحركت الحمية الإسلامية فوافق على أن يتحدد معهم ملوك الطواف بجيوشهم وأن يسمح لهم أن يسيطر على المنطقة الجنوبية في الأندلس حتى يؤمن عمليات إنزال قواته القادمة من البحر وحتى يأمن غدر أي من تسول له نفسه كان أمام يوسف بن تشفين مشكلة وهي أميناء سابتة فتسيطر عليها قبيلة برغواطة وزعيمهم سقوط البرغواطي فجهز يوسف بن تشفين جيشه فحاصر سابتة حتى فتحها وضمها إلى دولة المرابطين نوضح إلى كل متابعينا إنه تم بحمد الله تفعيل ميزة الانتساب في القناة فاللي حابب أن يدعمنا بالاشتراك في هذه الميزة فلا تفضل بالضغط على زر الانتساب أسفل الفيديو لوجود مميزات حصرية لكل المنتسبين في القناة ونوضح أيضا إن المحتوى بيحتاج مجهود كبير لإنتاجه وإخراجه فنرجو من حضراتكم بالاشتراك في القناة وزر الاشتراك هتلاقوه أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك بإشعار بآخر فيديو القناة ففي سنة 478 هجرية أعد العدة وجهز السفن لعبور مضيق جبل طارق وفي وسط البحر يهيج البحر وترتفع الأمواج وتكاد السفن أن تغرق فرفع يده إلى السماء اللهم إن كنت تعلم إن في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فزهل علينا جواز هذا البحر وإذا كان غير ذلك فصعبه علي حتى لا أجوزه فتسكن الريح ويعبر هو من معه البحر فعند وصوله والوفود يستقبلونه استقبال الفتحين يسجد لله شكرا أن مكنه من العبور وأن اختاره ليكون جنديا من جنوده ومجاهدا في سبيله دقل يوسف ابن تشفين والمرابطين أرض الأندلس ويدخل إلى أجبلية والناس يستقبلونه استقبال الفتحين واجتمع بالمعتمد ابن عباد وحكام الأندلس فجاءت الجيوش والجنود من أنحاء الممالك حتى اجتمعت تحت راية يوسف ابن تشفين حتى وصل عدد جيشه إلى 30 ألف مقاتل بدأ يوسف ابن تشفين يبحث إلى أرض مناسبة للمعركة الفاصلة فتحرك إلى بطليوس حتى وصل إلى منطقة الزلاقة وعسكرة فيها عندما وصلت الأخبار إلى الفونسو السادس وصول يوسف ابن تشفين دخوله إلى الأندلس فجمع جيشا جرارا واستعانى من الممالك النصرين الأخرى المجاورة بفرنسا وإيطاليا وغيرها حتى استطاع أن يجهز جيشا حوالي 60 ألف مقاتل وفي بعض المصادر تصل إلى حوالي 300 ألف مقاتل وعلى رأسهم الفونسو السادس وأصبحت الحرب عند النصارى حرب صليبية ضد المسلمين حتى رفعوا الصليب وصور المسيح حتى اغتر الفونسو وقال هذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقاتل ملائكة السماء وتحركوا حتى وصلوا إلى مرمى نظر جيش يوسف ابن تشفين تبادلت الرسالة بين كلا الجيشين حتى أرسل إليه يوسف ابن تشفين قائلا بلغنا يا أزغنشو إنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك وخيره يوسف بين الإسلام والجيزة والحرب تسلم الفونسو الرسالة وما إن قرأها حتى استشاط غضبا قائلا أبث لهذا يقاطبني وأنا وأبي نغرم جيزة الأهل منذ منذ 80 سنة ثم أرسل الفونسو إلى يوسف مهددا إن اختطر حرب فما ردك على ذلك وعلى الفور أخذ يوسف ابن تشفين الرسالة وقال بها وكتب على ظهراء الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك والسلام على من اتبع الهدى فلما وقف الفونسو على هذا الجواب اهتز وعلم إنه أمام رجل لا طاقة له به وفي محاولة ما كرة لخديعة المسلمين أرسل الفونسو يحدد يوم المعركة فأرسل إن غدا الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم وبعده السبت يوم عيد اليهود وهم كثيرون في جيشنا ونحن نفتقر إليهم وبعده لحد عيدنا فلنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين تسلم يوسف ابن تشفين الرسالة وكاد أن ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا تقدر ولقد كانت هذه أول جولاته مع النصارى لأن المعتمد ابن عباد فهم الخديعة ونبه يوسف ابن تشفين إلا قد يكون فيها من الغدر بحضر تام لم يلتفت يوسف ابن تشفين إلى ما جاء في رسالة الفونسو وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس ووضعه على أتم الاستعداد ويأمر يوسف ابن تشفين بقراءة صورة الأنفال ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد ويحطهم على الشهادة أو النصر وفي ليلة الجمعة كان ينام في معسكر المسلمين الشيخ أبو العباس ابن رميلة القرطبي كبير شيوخ المالكية يرى رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا ابن رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقين يستيقظ ابن رميلة فيبشر الجيش كله ويستبشر ابن العباد ويوسف ابن تشفين جاءت استخبارات يوسف ابن تشفين تخبره بتحركات في جيش الفرنسو وتجهيزه للهجوم ففي يوم الجمعة الموافق 12 من شهر الرجل 479 هجرية جهز يوسف ابن تشفين صفوف جيشه للحرب قسم يوسف ابن تشفين جيشه إلى ثلاث فرق رئيسية الأولى فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد ابن عباد ومعه ملوك الأندلس وكان هو قائد القلب وعلى ميمنته المتوكل ابن الأفطس وعلى الميسارة أهل شرق الأندلسي وكان هذا الجيش المقدم للاشتباك من عدو الثانية فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن عائشة وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسي أما القسمة الثالث جيش المرابطين الرئيسي بقيادة يوسف ابن تشفين يختفي خلف أحد التلال على مسافة من الجيش بحيث لا يرى هذا الجيش فيظن أن كل جيش المسلمين هو الفرقتان الأولى والثانية جيش الأندلسيين وجيش المرابطين الذي يقضه داود ابن عائشة فكانت خطة يوسف ابن تشفين أن تحتدم المعركة فتنهى قوى الطرفين حتى لا يستطيع القتال وكما يحدث في أي صباق فيقوم هو ويتدخل بجيشه ليعدل الكفة لصالح صف المسلمين بعد تطويق جيش ألفونسو وخطة يوسف ابن تشفين ليس جديدة في حروب المسلمين فقد كانت الخطة نفسها التي استعملها خالد ابن الوليد في معركة الولجة واتكلمنا عليها في حلقات سابقة وحتلقوها أسفل صندوق الوصف وفي معركة نهوند في فتوح فارس وأيضا حتلقوها في صندوق الوصف أما جيش ألفونسو قسم جيشه إلى جزئين الجزء الرئيسي معظم الجيش وهو اللي حيقاب الجيش المسلمين ويتواجد في المقدمة الجزء الخلفي قوات احتياطية تتواجد خلف الجيش الرئيسي ففي يوم الجمعة سنة ربعمية سببين هجرية نقض ألفونسو العهد ظنا أن جيش المسلمين غيره مستعد فهاجم على جيش المسلمين بكل قوة وتفاجأ بوجود الجيش الأول للمسلمين وقائدهم المحتمد ابن عباد فدافع المسلمين على مواقعهم بكل قوة واستبسلوا في القتال والحفاظ على الصفوغ ومع كسرة عادة جيش ألفونسو بدأ جيش المسلمين يتراجع مع زيادة هجوم العدو وبدأت تتزايد القتلى في صفوف المسلمين حتى أصيب المحتمد ابن عباد عدت جراحات وضرب على رأسه ضربه وجرحت يده اليمنى وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك فرس قدم له آخر أمر يوسف ابن تشفين هو يراقب المراكم البعيد بهجوم الجيش السين المربطين وقائدهم داود فخفف الضغط على المحتمد ولكن أمر ألفونسو بمهاجمة الجزء الخلفي ظنا منه أن هذا هو كل الجيش المسلمين وطمعا في صحق الجيش المسلمين والانقضاض عليه فهاجم الجزء الخلفي لقوات ألفونسو في اتجاه المسلمين فزادت قوات العدو وقتتلوا قتالا عظيما وصبر المرابطون صبرا عظيما وداسهم اللعين بكثرة جنود حتى كاد أن يستأصلهم وتفتتت السيوف وتكسرت الرماع ومع كثرة عدد جيش العدو بدأت الهزيمة للمعسكر الإسلامي للمرة الثانية وبدأت تتراجع وكادت أن تتفكك الصفوف ولكن صبر المسلمين صبرا عظيما وتعجب الأندلسيين من بطأ حركة يوسف بن تشفين وانقضهم من هذا الدمار ولكن يوسف بن تشفين يراقب أرض المعركة من بعيد مع قواته ويصبر قليلا حتى تنهى قوة الطرفان وحتى ينضم جميع الصلبين إلى أرض القتال اغترأ الفرسو وشاهد بوادر النصر وبدأ يهاجم جيش المسلمين بكل طاقته وبكل قوته وبدأ يتراجع أكثر جيش المسلمين وبدأت الهزيمة تظهر في صفوفهم وهنا أعطى يوسف بن تشفين البدأ ونزول جيشه الرئيس المنابطي إلى ساحة القتال فصار بجيشه حتى وصل إلى خلف صفوف العدو فقسم جيشه إلى قسمين قسم بقيادة قائده ابن أبي بكر وأمره أن يطبق بجيش العدو وينفذ عليه فخ الكماشة وقسم آخر بقيادته ذهب إلى معسكر جيش ألفونسو وأحرقه تماما وقتل كل الحراس الموجودة في المعسكر وصار بجيشه حتى أطبق تماما على جيش ألفونسو وهنا حقق يوسف بن تشفين فخ الكماشة اللي هي من خطى سيدنا خالد بن الوليد وأطبق تماما على جيش ألفونسو حتى زاد القتل في صفوفهم أيضا المسلمين اللي في جيش المعتمد عندما شهادوا جيش يوسف وهو مطبق تماما على جيش العدو زاد من حماسهم وزاد هجومهم وأصبح القتل في كل مكان من جيش العدو أيضا عندما شهاد ألفونسو وجيشهم وعسكرهم وهو محترق وكان ماشت يوسف بن تشفين دب الرعب في قلوبهم وبلغت القلوب الحناجر ودبت في قلوبهم اليأس وبدأت صفوفهم في الانفكاك وبدأت قتلهم تتزايد وبدأت الدماء تتكاسر بدأ جيش العدو في الارتباء والانتفاف حول ألفونسو لحمايته وبدأوا في مرحلة الدفاع لحماية قائدهم ولكن تزايد هجوم يوسف بن تشفين فأمر أربع آلاف من رجال السودان المهرة وهم حرسوا الخاص فيتركون خيالهم ليقتحموا قلب جيش العدو في مهمة أشبه بعمليات الاستشهادية فهجموا بكل قوة إلى قلب جيش النصارى وأنتجوا الفوضى في جيش ألفونسو حتى وصل أحدهم إلى ألفونسو ملك قشتالة وطعنه بخنجره في فغزه طعنة نافذة سوف تؤدي إلى بتر قدمه بعد ذلك ثم استطاع فرسان ألفونسو بحمايته وهرب هو وفرسانه إلى تل في ظلام الليل حتى استطاع أن يصل إلى طوليطناء وقتل معظم جيش ألفونسو في هذه المعركة وهلك جيش الطاغية واستجهد من المسلمين حوالي ثلاث ألاف رجل وقتل من العدو إلى أكثر من أربعين ألف قتيل والباقي استطاع أن يجب هربه ويذكر بعض المؤرخين أن موقعة الظلقة دون مبالغة كمعركتي اليرموق والقادسية بعد المعركة كان يرى المعتمد ابن عباد أن يواصل الجيش المطاردة الأنفرسو المنسحبة حتى يغضي عليه تماما ولكن إرهاق جيش المسلمين ففضل يوسف ابن تشفين بعدم الهجوم إليهم بعد هذه المعركة جمع المسلمون من الغنائم الكثيرة لكن يوسف ابن تشفين وفي صورة مشرفة من صور الإقلاص والتجرد وفي درس عمل الأهل الأندلس ولأمراءهم يترك كل هذه الغنائم لأهل الأندلس ويرجع في زهد عجيب إلى بلاد المغرب وبعد انتهاء أحداث الزلاقة يصل إلى يوسف ابن تشفين نبأ مفزع من بلاد المغرب إن ابنه الأكبر قد مات فجعل هذا انعجل يوسف ابن تشفين برجوعه إلى المغرب بعدما نصح ملوك الأندلس بالاتحاد وعدم نصيح وراء الدنيا في رأيكم في خطة يوسف ابن تشفين في رأيت تكتبونا في تعليق رأيكم في فخ يوسف ابن تشفين وذكائه للإطباق على جيش العدو في عهد دولة المربطين وأثناء حكم السلطان علي ابن يوسف ابن تشفين كانت دولة المربطين مسيطرة على جميع دول المغرب الأقصى ومعظم دول أفريقيا ودولة الأندلس وفي أثناء ذلك يظهر عالم دين متشدد في المغرب الأقصى اسمه محمد ابن تومرت يظهر بأفكار متشددة وبدأ ينشر أفكاره بين الناس وانضم إليه الكثير ووصل به الحال أن كفر دولة المربطين وبدأ أتباعه في الزياد حتى كون جيشا صغيرا ثم دع محمد ابن تومرت قبائل الأمازيق إلى مبايعته فبايعوه كون بهم جيشا قويا ثم السباح دماء المربطين وأطلق على أتباعه جماعة الموحدين ظل محمد ابن تومرت وجماعته يحارب المرابطين في عدة معانك متتالية حتى توفى سنة 1130 ميلادية ثم يتولى من بعده نائبه الأول وتلميزه في جماعة الموحدين عبد المؤمن علي القومي ووصل عبد المؤمن معالقه ضد المربطين حتى استطاع في سنة 1147 ميلادية دخول مراكش عاصمة دولة المربطين وأسقط دولتهم وقتل آخر أمراء المربطين وأعلن قيام دولة الموحدين وضم إليه بلاد المغرب وأصبحت كل حدود دولة المربطين إلى دولة الموحدين وفي ذلك الوقت أثناء صراعات بين الموحدين والمربطين سقطت مدن كثيرة في الأندلس وزادت قوة ممالك النصارى وظهرت مملكة قوية وهي مملكة برتغال استطاعت الموحدين أن تضموا الأندلس وتهزموا المربطين وأصبحت الأندلس تابعة لهم يحكم عبد المؤمن الكومي حوالي 34 سنة ثم يأتي بعد ذلك ابنه يوسف ابن عبد المؤمن الكومي ويحكم 20 سنة ثم يتوفى في حصار مدينة سنترين في البرتغال بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء حصار المدينة ثم يتولى بعده الحاكم الثالث لدولة الموحدين السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي سنة 1134 ميلادية ويعتبر عصره بالعصر الزهبي لدولة الموحدين وتزامنت فاتة حكمه حكم السلطان صلاح الدين لأيوب في مصر وكانت ما بينه مودة وتعاون في حروب الدولتان ضد أعدائهم تولى أبو يوسف يعقوب المنصور وكان عمره 24 سنة ونجح في القضاء على الثورات الداخلية حتى استقرر تماما في الحكم زاد الأمر زور في الأندلس واستطاعت ممالك الأندلس السيطرة على أكثر من نصف الأندلس وأصبحت ممالك قوية وأقوىهم مملكة قشتالة ومملكة البرتغال وكان يحكم مملكة قشتالة الفونسو الثامن حفيد الفونسو السادس اللي تهزم في معركة الزلاقة قام حاكم مملكة البرتغال في غزو مدينة شلب في جنوب الأندلس فاستغس أهل الأندلس بالسلطان أبو يوسف فلبأ السلطان ندائهم فجمع جيش عظيمة وعمر مضيق جبل طارق ثم وصل إلى الأندلس ونجح في السيطرة على معظم الدول المحتلة من الصليبيين فدب الرعب والفزع في مملك الصليبيين فطلب ألفونسو بعقد هدنة وصلح لمدة خمس سنوات فوافق أبو يوسف وبعدما انسقرت الأوضاع في الأندلس رجع إلى مراكش عاصمة دولة الموحدين وبعد خمس سنين من انقضاء الهدنة بدأ الفرس بغز ومدن الأندلس وأرسل رسالة استهزاء إلى أبو يوسف لنقض الهدنة فقطعها أبو يوسف أمام الرسل وكتب على جزء منها الجواب ما تراه بعينك وما لا تسمعه بأذنه فأعلن السلطان أبو يوسف بن يقوب النفير العام في البلاد وأمر بتجهيز الجيوش وحمى سجنده وبشره لأن قبل ذلك الوقت حدثت انتصار معركة حطين وتحرير القدس فانضم كثير من المتطوعين أملا بنصر آخر الأمة تحرك السلطان أبو يوسف ابن يقوم بجيشه بالمراكش ثم عبر مضيق جبل طارق ثم هبط بجيشه في الجزيرة الخضراء فجاءه جيش الأندلسيين وانضموا إلى جيش أبو يوسف ثم بدأ يتحرك في اتجاه طولي طيلة لحصارها ثم فتحها وعندما علم الفرس الثامن بعبور أبو يوسف بجيشه جهز جيشا جرارا من جميع الممالك وانضمت إليه مملكة ليونو نافار لقضاء على المسلمين حتى بلغ عدد جيشهم حوالي 225 ألف مقاتل وقد أحضروا معهم بعض جماعات اليهود لشراء أسر المسلمين بعد انتهى المعركة لصالحهم ليتم بايعهم بعد ذلك في أوروبا عندهم غرور وواثقين جدا من النصر ثم تحرك الفرس الثامن بجيشه بالقرب من حصن الأرق واختار هو أرض المعركة وعبارة عن تل كبير وعسكر فيه الجيش وجيش المسلمين أسفل منهم وجعل في مؤخرة الجيش حصن الأرق حتى لا يطويقوا المسلمين بجيشهم عندما علم أبو يوسف بتعسكر الصليبين في الأرق غين مساره وتجه إلى جيش ألفنسو وصل أبو يوسف بجيشه إلى الأرق ووصل تعداد جيشه حوالي 200 ألف مقاتل وعسكره في منطقة الوادي أمام جيش ألفنسو ومن التاسع من شهر شعبان سنة 591 هجرية 1195 ميلادية تقابل الجيشين أمام بعض بلغ تعداد جيش ألفنسو حوالي 225 ألف مقاتل وبلغ تعداد جيش أبو يوسف حوالي 200 ألف مقاتل عقض أبو يوسف مجلس حرب ليستشير به من أصحابه وهذا شيء عجيب أول مرة يعمله حاكم من الموحدين لأن كلهم كان يعتمد على الرأي الواحد ولكن أبو يوسف استرد إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى فاستعان أبو يوسف يعقوب المرسور برأي أبو يحيى ابن أبي الحفص في خطة الحرب والقتال فكانت الخطة شبيهة تماما بخطة معركة الزلاقة اللي حدثت قبل هذا التاريخ بأكثر من 100 سنة بقيادة يوسف ابن تشفين ولنك الحلقة هتلاقوها أسفل وصف الفيديو قسم المنصور الموحدي الجيش إلى نصفين فجعل جزء في المقدمة وأخفى الآخر خلف التلال وكان هو على رأسي ثم اختار أميرا عاما للجيش الأول فقد ول قيادة الجيش لكبير وزراه أبو يحيى ابن أبي حفص وجعل في ميمانته جيش الأندلسيين وولى أبي عبد الله ابن سراضيل الأندلس عليهم وجعل في ميسرته قبائل زناتة والمصامدة والعرب وسائل قبائل المغرب وجعل القلب من الموحدين وجعل في المقدمة المتطوعين المصريين والرماء وعند اكتمال الحجد وانتهاء للسعداد للقتال أرسل الأمير الموحدي رسالة إلى كل المسلمين يقول فيها اغفروا له فإن هذا موضع غفران وتغافروا فيما بينكم وطيبوا نفوسكم وأخلصوا لله نياتكم فبكى الناس جميعا وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن المخلص وعلموا إنه موقف ودعا نوضح إلى كل متابعينا إنه تم بحمد الله تفعيل ميس الانتساب في القناة فاللي حابب أن يدعمنا بالاشتراك في هذه الميزة فاللي تفضل بالضغط على زر الانتساب أسفل الفيديو لوجود مميزات حصرية لكل المنتسبين في القناة ونوضح أيضا إن المحتوى بيحتاج مجهود كبير لإنتاجه وإخراجه فنرجو من حضراتكم بالاشتراك في القناة وزر الاشتراك حتلاقوه أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك بإشعار بآخر فيديو القناة طبعا تمركز الصليبيين في أعلى تل كبير ميزة كبيرة لهم وعلى المسلمين أن يقاتلوا أسفل ذلك التل لكن ذلك لم يرد المسلمين عن القتال وقد بدأ اللقاء ونزل القشتليون كالسيل الجاري استخدم ألفونسو نزول جيشه على دفعات حتى يهد جيش المسلمين فنزلت الدفع الأولى بكل قوة فهاجموا عن المسلمين ولكن صد المسلمين الهجوم الأول ثم نزلت الدفع التانية عليهم وتقاتل الطرفان قتالا عظيما وبدأ يتراجع الجيش وأبو يحيى ينادي في الناس أن أصبروا وقلطلوا وتمنوا الشهادة أو النص فبدأ القتل في صفوف المسلمين وبدأ التعب وكادت أن تتفكك الصفوف طبعا الفونسو من ليل يراقب الموقف مع باقي الجيش فعندما رأى بشائر النصر اغتر فهاجم بكل باقي الجيش على المسلمين حتى يكسرهم فركز هجومه في القلب ونجح في اختراق قلب الجيش وكاد أن يهلق القلب ثم ظهرت فاجئة على المسلمين أن أستجهد قائد الجيش أبو يحيى ابن أبي الحفص طبعا قلب الجيش لو تفكك انهار الجيش بالكامل لأن الجراحين بلا قلب يدخلوا في فك كماشة العدو وتنهار الصفوف بالتتابع ثم أثناء انهيار وتراجع قلب المسلمين يفعل قائد الميمنة البطل أبي عبد الله ابن صنضيد شيئا عظيما أن أخذ جزء من الميمنة فخرج من الجيش وحاول أن يخترق ويحاصل قوات الفونسو فهذا الأمر جعل الفونسو يقع في فخ الكماشة وبدأ هو يدافع عن قواته وأثناء ذلك الأمر يأتي غبارا كثيفة من بعيد يأتي جيش أبو يوسف يعقوب فيهاجم ميمنة الفونسو ويهاجم ميسارة الفونسو فبكده يقع في فخ أبو يوسف بالتطويق الكامل لجيش الفونسو وبدأت الكفة من المسلمين وبدأ القتل يزيد في صحوف الفونسو وبدأت الدماء تتكاسر بدأ ينهار صحوف جيش الفونسو وعمت الفوضى في جميع باقي الجيش وبدأت رقاب العدو تتساقط وبدأ آخرون ينسحون من أرض المعركة مفزوعين بدأ الفونسو يفكر في الانسحاب فخرج هو قواته بكل صحومة من كماش المسلمين ونجى بنفسه وانتصر المسلمين انتصارا عظيما فصلوا صلاة النصر شكرا للمولى عز وجل فدخل أبو يوسف يعقوب حصن الأرق فسيطر عليه قتل من الصلمين في هذه المعركة حوالي 146 ألف قتيل ووسر منهم حوالي 30 ألف وغنم المسلمين غنايم كثيرة هرب ألفونسو إلى طليطلة ثم صار بخلف أبو يوسف وحاصر مدينة طليطلة فحاصره المسلمين ورمى عليهم المنجنيق وضيق عليهم ولم يبقى إلا فتحها ولكن خرجت والد ألفونسو وبناته ونساؤه ويبكين بين يديه وسألناه ابقاء البلد عليهم فرقى ذلك لأبو يوسف فذلك كان خطأ كبير سيدفعه المسلمين بعد فترة فعاد أبو يوسف إلى قرطبة فأقام شهر يقصب الغنايم على منهج النبوة بعد بضع سنوات من معركة الأرق توفى أبو يوسف يعقوب الموحدي ثم تولى ابنه محمد الناصر لدين الله ديت 18 سنة في سنة 595 هجرية اشتعل الثورة في الجلاد وهي ثورة بني غانية وهم من أولياء دولة المرابطين التي كانت تحكم الأندلس والمغرب قبل الموحدين فانشغل الناصر لدين الله بقمع هذه الثورة حتى عام 607 هجرية بدأ الفرنسو الثامن يستعيد قوته وحاول ببدأ حملته الصلبية على الأندلس فعمل على إزالة الخلافات العميقة بين ممالك أزباني الثلاثة قشتالة وليون وأراجون والتي كانت سببا مباشرا لهزمة الصلبين المدوية في معركة الأرق سنة 591 هجرية ثم قام الفرنسو الثامن بطلب المعونة والمباركة من بابا روما وكان يشعر بروح صلبية عميقة ويجيش بأحقاد عظيمة تجاه المسلمين الذين أفشلوا الحملات الصلبية على الشام وحرر قدس فوافق البابا على ذلك الطلب وأعلن شن حرب صلبية ضد مسلمين أندلس فبعدها بدأ ألفنسو بشن هجماته على مسلمين أندلس كانت هذه الهجمات بمثابة نقض الهدنة بين ألفنسو وبين الموحدين فقرر أن ناصر دين الله الموحدي بجمع الجيوش من جميع أنحاء دول المغرب وأفريقيا فأعد جيش عظيما في سنة 607 هجرية فتحرك بجيش من مراكش حتى عبر مضيق جبل طارق حتى وصل إلى جبلية وهناك انضم إليه أعداد كبيرة من جنود الأندلس وأصبحت الجيوش في حال التعبية كاملة للأسف كان الناصر لدين الله غير والده في أغز المشورة من حوله وكان يعتمد على الرأي الواحد وكان لديه وزير شكل مؤرخين في إخلاصه ومساعدته لجيش صليبيين وكان الناصر يعتمد اعتماداً كلياً لرأي هذا الوزير دون أغز المشورة من أصحاب الرأي فأول خطأ فعله الناصر فعند دخوله للأندلس في نهاية شهور الصيف أرهق جيشه بحصار قلعة شلبطرة فاستمر حصار القلعة حوالي 51 يوماً حتى قرب الشتاء القادم فذلك كان خطأاً وهو إرهاق جيشه وأصبح جنوده في معاناة من شدز البرد القارس انضم لجيش ألفونسو آلاف المتطوعين من فرنسا وألمانيا وهولندا وأنجلترا ومجموعة كبيرة من الأساقفها والرهبان إضافة للفرسان الإسبيترية الذين انتقلوا من الشام إلى الأندلس لحرب المسلمين وأمر البابا بالصوم ثلاثة أيام التماساً لانتصار الجيوش الصلبية على المسلمين الأندلس فقرر ألفونسو بحصار قلعة رباح وكان قائدهم ابن قادس الأندلس المخلص فهجماء الصلبين بكل قوة على قلعة رباح وشددوا الحصار عليها حتى أجبر ابن قادس بالإسسلام وعمل اتفاقية مع ألفونسو أن يسلمه القلع ويخرج هو وجنده وكل من فيها بأمان حتى ينضم إلى جيش الناصر فبعدما تركهم ألفونسو أن يخرجوا بأمان اختلف ألفونسو مع قادة الجيوش القادمة من إنجلترا وأوروبا وفرنسا فهذا الفعل أدى إلى غضب الصليبيين الفنينجا الذين جاءوا من أوروبا لزبح المسلمين فانشقوا تماماً من جيش ألفونسو وعادوا إلى بلادهم خرجوا من الصليبيين حوالي خمسين ألف مقاتل فكان هذا الأمر بمثابة هزة قوية لجيش ألفونسو فجعل جيش المسلمين ضحف الجيش الصليبي فوصل تعداد جيش الصليبيين بعد خروج المنشقون حوالي مية وخمسين ألف مقاتل وجيش المسلمين في روايات تقول حوالي أكثر من ميتين وخمسين ألف مقاتل وفي روايات أخرى تقول خمسمائة ألف مقاتل كل هذه الأمور تجعل الكفة ترجح الناصر للجيش المسلمين ولكن يفعل الناصر لدين الله خطأ آخر فقد قام بأعدام ابن قادس قوة حميد قلعة رباح ومن معه من الفرسان لاعتقادهم إنهم قد فرتوا في الدفاع عنها فتأثر الكثيرون بهذا الأمر وأصابهم الغضب وغضب الأندلسيين من هذا الأمر بشدة فكان ذلك الفعل هو رأي وزيره الفاسد لأن ابن قادس لم يهرب ولكن ينسحب حتى ينضم الجيش الناصر تقابل الجيشين أمام بعض في شنية العقاب عند صفح جبال الشارات بالقرب من مدريد حاليا ففي 15 صفر سنة 609 هجرية استعد الفريقان للصنام المرعب وكان الناصر الموحدي واثقا بالناصر الحد الغرور المهلي نظرا لدقامة الجيوش الموحدية قرابة نصف مليون أيضا فعل الناصر خطأا سالثا انقسم جيشه كما فعل أبيه وأجداده في معرقتين الأرق والزلقة ولكن فعل شيئا غريبا جعل في المقدمة المتطوعين حوالي 160 ألف متطوع غير مدربين جيدا على القتال وجعل في المؤخرة جيش الموحدين الجيش النظامي المنظم عسكريا فجعل على ميمنته جيش الأندلسيين الذين يشعرون بعدم العدل والمساواة بينهم وبين المغاربة طبعا هذا خطأ سيدفعه الناصر لأن المتطوعين ليس لهم الخبرة الكافية لحرب النظامية كان من المفترض جعل الجيش النظامي الموحدي في المقدمة حتى يصد هجمات الصلابية العنيفة ويرفع معنويات المسلمين ويحط من معنويات الصلابيين فلو كان بحث في التاريخ وفي معارك أجداده ليرى يوسف ابن تشفين ويرى أبو يوسف يعقوب بأنهم وضعوا أفضل المقاتلين المنظمين في المقدمة حتى يصدوا هجمات العدو الأولى لأن بدء المعركة بمثابة شرارة النصر الأولى تعرف عسكريا اللي يسيطر فيها هو المنتصر كما حدثت في جميع معارك خالد ابن الوليد ونصبه لفخ بداخل فخ وبالمناسبة لينك حلقات خالد ابن الوليد حتلاقوها أسفل صندوق الوصف بدء المعركة وضع ألفنسو في المقدمة أفضل قواته المدربة المنظمة فأمر بهجوم المقدمة فأجمت بكل قوة على مقدمة المسلمين من المتطوعين فارتطمت مقدمة المسلمين ارتطاما شديدا لعدم خبرته مع القتال وقاتل قوات ألفنسو بكل قوة ونصب الفخوخ لمقدمة غير منظمة فاستشهد من المسلمين كثير وبدأت تتفكك الصفوف وقتل الآلاف في الضربة الأولى فاخترقت قوات ألفنسو جيش المتطوعين اخترق 160 ألف مقاتل ثم وصل الصلابين إلى قلب الجيش الموحدي فاستطاع الجيش الموحدي المنظامي أن يسوده الهجمة ولكن بعدما هبطت بشدة معنويات الجيش الإسلامي نتيجة قتل الآلاف وارتفعت معنويات الجيش الصليبي نتيجة سفك الدماء لمقدمة الجيش المسلمين وفي ذلك الوقت يراقب ألفنسو الوضع من بعيد فأطلق جميع جيشه لإنقاذ مقدمة جيشه وزيادة ضغط على المسلمين فهجمت جميع قوات ألفنسو على الجيش الإسلامي وبدأ الضغط من جديد وبدأ التراجح في الجيش الإسلامي لذلك الوقت حدث حادثا غريما في الجيش الإسلامي لما رأوا الأندلسيين ما حدث في متطوعة المسلمين وألاف الشهداء وكانوا يقاتلون ملغمين مع الموحدين لما قتل قائدهم الأندلسي وطبعا في قلوبهم غضب شديد من قتل قائدهم ففرت ميمنة المسلمين من أرض القتال فأصبح الجيش الإسلامي من غير الميمنة فالتف الصليبيين حول جيش المسلمين فوقع المسلمين في كمشت الصليبيين وبدأت الصفوف تتفكت وألاف من المسلمين تقتل في أرض العقاب ففي هذا اليوم استشهد من المسلمين سابعين ألف شهيد ثم فر الناصر لدين الله من الموقع ومعه القلول الجيش المنازم المنكسر وقال الناصر وهو يفر صدق الرحمن وكذب الشيطان هو دخل الموقع وهو يعلم أنه منصور بعدد جيشه فقال هذا من كلام الشيطان صدق الرحمن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ارتكب الناصر خطأ آخر إنه لم يمكث بعد موقعة العقاب في المدينة التالية مدينة دياسة وهي المدينة التي تتلو مباشرة مدينة العقاب بل فر حتى انطلق إلى إجبالية خائفا منهزما وترك المدن السابقة خلفه بلحامية فانطلقت قوة الصليبيين بعد النصر وحاصرت دياسة فدخلوا المدينة فقتلوا معظم المدينة من النساء والأطفال ثم انطلقوا إلى أبادة ثم أعطوا الأهلها الأمان لو خرجوا فلما خرجوا أهلها منها فقام قصاوسة الصليبيين بزبح الأهالي فقتلوا من المسلمين في أبادة ستين ألف مسلم وتدهو رحال المسلمين في كل بلاد المغرب والأندلس ثم عاد النصر لدين الله من إجبالية منسحما إلى بلاد المغرب فاعتكف في قصره في مراقشه واستخلف ابنه هو يبلغ من العمر عشر سنين ليكون ولي العهد من بعده ثم يتعفى النصر بعد معرقة العقاب بسنة في سنة ستمائة وعشرة هجرية وهو يبلغ أربعة وثلاثين سنة ثم يتولى ابنه المستلصر لدين الله وهو يبلغ من العمر عشر سنة ومن جديد يوسد الأمر لغير أهلي تضيع الأمان من جديد بعد معرقة العقاب ظهرت بعض الأمراض في الجوش الصليبية فاضطرت إلى العودة فعذا الأمر مد في عمر أندلس سنوات أخرى فكانت معرقة العقاب هي فعلا عقاب من الله عز وجل للمسلمين في الأندلس من تفرقهم وبعدهم عن الدين ومن اعتبادهم عن عدد العدة بعد هزمت المسلمين في معركة العقاب وانسحاب جيش الموحدين من الأندلس وذهبوا إلى مراكش عاصمة الدولة زادت الأوضاع سوءا في بلاد المغرب مع توليت المستنصر بالله لصغر سنه الذي لا يتعدى حداشر سنة بدأت دولة الموحدين في الضعف ثم ظهرت حركة جديدة استقلت عن الموحدين وأنشأت دولة سنية جديدة من قبيل الزناتة في دولة المغرب هذه الدولة ستكون لها شأن كبير في الأندلس بعد ذلك في سنة 620 هجرية سقطت جزر البليار على يد ملك أرجون بمساعدة إيطاليا وقتل 20 ألف من المسلمين في جزر البليار أيضا في سنة 620 هجرية استقل بنو حفص بتونس وانفصلوا بها عن دولة الموحدين وفي نفس السنة مات أمير الموحدين المستنصر ويبلغ من العمر 21 سنة ودار صراح شديد على السلطة فهو لم يستخلف أحد فكانت الولاية العم أبيه عبدالواحد من بعده ولكن خلع وقتل وبدأت الدولة في الانهيار لتولي الخلفاء الضعفاء في سنة 633 هجرية استقل بنو زيان بالجزائر وفي نفس السنة حدث حادث قطير وهام ومروع هو سقوط قرطبة على يد فرناندو الثالث قائد قشتالة بعد حصار دام شهور سقطت حاضرة الإسلام في أوروبا ومدينة من أعظم مدن العالم سقطت قرطبة التي أفاضت على العالم أجمع علما ونورا وفي ذات اليوم تحول مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة وما زال كنيسة حتى اليوم في سنة 635 هجرية استقل بنو الأحمر بغناطة في سنة 636 هجرية سقطت بلانسيا بعد حصار خمس سنوات وطرد الصليبيين المسلمين هجر حوالي خمسين ألف مسلم إلى تونس وتحولت كل مساجد المسلمين إلى كنائس وكانت سياسة مشهورة للصليبيين في كل الأراضي المسيطرون عليها إما القتل أو التهجير وفي سنة 641 هجرية سقطت دانيا وفي سنة 643 هجرية سقطت جياش وبذلك سقطت معظم الأندلس على يد الممالك المصرانية ولم يبقى إلا غرناطة وأجبلية على يد المسلمين مملكة غرناطة ومملكة أجبلية أيضا استقلت كل بلاد أفريقي عن دولة الموحدين وفي ذلك الوقت بدأت الدولة المارينية بتنظيم نفسها وبدأت في قوتها ودخلت في حروب كثيرة مع دولة الموحدين وانتصرت في معظمها وفي سنة 643 هجرية سيطرت الدولة المارينية على مكناسة ثم زحفوا على مدينة فاس فحاصلوها حصارا شديدا ثم فتحوها سنة 648 هجرية ثم استولوا على سلجماسة ودرع سنة 655 هجرية ثم بعد ذلك تولى أمر الدولة المارينية أبي يوسف ياقوب الماريني الرجل التقي المخلص لدينه الشجاع الذي لا يخشى شيئا إلا من المولى عز وجل بدأ في عهده توحيد دول المغرب الأقصى ثم دخل في معركة فاصلة بينه وبين الموحدين ففي سنة 667 هجرية انتصر وقتل آخر خليفة لدولة الموحدين وهو الواثق بالله الموحدين ثم سيطروا على مراكش وتسمى بعد ذلك بأمير المسلمين فبكذا سقطت دولة الموحدين نهائيا بدأ أبي يوسف ياقوب الماريني توحيد دول المغرب الأقصى فسيطر على سبتة وسيطر على طنجة حتى يضمن عبوره إلى الأندلس ثم بعد ذلك سيطر على جزائر ثم سيطر على تونس فبكذا توحدت دول المغرب الأقصى تحت راية الدولة المارينية وجعل عاصمتها مدينة فاس في ظل المعارك بين الدولة المارينية ودولة الموحدين زاد الوضع سوءا في الأندلس فكان قائد مملكة غناطة محمد بن الأخمر ففي سنة 643 هجرية عقد معاهدة خيانة مع فرنالدو الثالث وملخصها دفع الجزية وأن يحكم باسم ملك أسبانيا وأن يساعده في معاركه ضد أعداؤه في حروبه وأول حرب يدخل فيها هي حرب ضد أجبلية فيسمع ويطيع هذا الخائن ويأخذ فرسان المسلمين ويحاصرون أجبلية مع الصلبين ففي سنة 646 هجرية سقطت أجبلية بأيدي المسلمين ومن عاونهم من النصارى وهجر حوالي 400 ألف مسلم إلى المغرب وتونس فبكده لم يبقى في بلاد الأندلس من المسلمين إلا مملكة غرناطة فقط وما حولها من القرى والمسلمين وتمثل حوالي 15% من الأندلس طبعا كما أعتدنا نقض الصليبيين العهد مع محمد بن الأحمر ففي سنة 671 هجرية بدأ يجاهز ملك قشتالة ألفونسو العشر جيشا عظيما لإجلاء المسلمين على الأندلس بالرغم من المعهدات التي كانت تجمعه بابن الأحمر توفى محمد بن الأحمر ثم تولى بعد ذلك ابنه أبو عبد الله محمد بن محمد الملقب بمحمد الفقيه وقبل وفاة أبيه وصاه بالاستنجاد بالدولة المارينية لما تولى محمد الفقيه ورأى الخطر القشتال يداهمه على أطراف غرناطة أرسل وفدا من أكابر الأندلس إلى أبي يوسف يعقوب سلطان بني مارين في المغرب يطلب إليه الغوث لأهل الأندلس وإنجادها فيوافق سلطان المغرب المخلص لإنقاذ أهل الأندلس فجمع جيشا من المغربة داعيا إلى الجهاد على سنة أسلافه من المرابطين والموحدين لحماية الإسلام وأهله في الأندلس تحرك السلطان يعقوب مارسور الماريني من عاصمته وفاس وعبر إلى الأندلس بجيش حوالي خمس سلاف مقاتل نزل السلطان يعقوب مارسور الماريني بجيشه في الجزيرة الخضراء وانضم إليه جيش الأندلسيين حوالي خمس سلاف مقاتل قد أرسلوا محمد الأفقيه وقد اهتزت الأندلس كلها لعبور سلطان المغرب يعقوب مارسور الماريني ورحبت به كل أهالي الأندلس تحرك يعقوب مارسور بجيشه واخترق ارض القشتاليين حتى وصل الى مقربة من مدينة استوجة جنوب غرب قرطبة فخرج اليه القشتاليون بجيش طقم يقدر حوالي تسعين الف مقاتل على رأسهم قائدهم الاشهر صهر ملك قشتالة دون نونيو ديلاري الذي سميت الموقع باسمه فعرفت بموقعة الدونونية طبعا عسكريا يوجد تفوق عدد للقشتاليين يصل الى تسع اضعاف فجيش المسلمين حوالي عشر الاف مقاتل فغير منطقة هذه من جيش القشتاليين تقابل جيشين امام بعض جيش القشتاليين حوالي تسعين الف مقاتل وكلهم غرور واستهزاء بجيش المسلمين ويعرف قائدهم دون نونيو بالقائد الذي لم يهزن فيه معرقة قط جيش المسلمين حوالي عشر الاف مقاتل فعندما رأى السلطان يعقوب هذا العدد الهائل لم ينسحب ولم يهاب من كثرة عددهم فغضب في جنده قائلا لهم ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت حورها وأطرابها فبادروا إليها وجدوا في طلبها وأبذلوا النفوس في أثمانها ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف فسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة فمن مات منكم مات شهيدا ومن عاش رجع إلى أهله سالما غانما مأجورا حميدا فلما سمعت قواته هذه الخطبة طاقت أنفسهم للشهادة وعانق بعضهم بعضا للوداع والدموع تنسكب والقلوب لها وجيم وانصداع وكلهم قد طابت نفسه بالموت أمر المنصور بتنظيم الصفوف وترتيب جيشه للقتال فأمر بالهجوم فاصطدموا الجيشين استضاما عنيفا وقاتل المغاربة بكل شجاعة فكانت حركتهم سريعة فاستطاعوا بنصب الفقوق وأحدثوا قتله في صفوف العدو بالرغم من قلة عددهم بدأ الجيش القشتالي يتفاجأ من عنف قتال المسلمين فدب الرعب في قلوبهم وبدأت تتفكك الصفوف ثم قامت فرقة من جيش يعقوب بعمل حركة استشهادية عجيبة فاخترقوا إلى قلب الجيش القشتالي وهجموا بكل قوة فاحدثوا ثغر في الجيش فوجدوا حارس الدون نونيو فاستطاعوا بنصب الفقوق فقتلوا جميع حارسهم حتى وصلوا إلى الدون نونيو فقتلوه فبعد مقتل قائد القشتاليين أصبحت صفوف الصليبيين في فوضى بمقتل قائدهم وبقوة المغاربة انقضت بكل قوة عليهم حتى أحدثوا مزيدا من القتل في صفوفهم ودب في قلوب الصليبيين الرعب فانسحب كثيرا منهم فحقق المسلمون انتصارا باهرا عظيما ووزم القشتاليون هزيمة شديدة فادحة وقتل منهم حوالي ستلاف مقاتل كما أسر سبع آلاف وغنم المسلمون غنائم لا تعد ولا تحصى فكان قتل القشتاليون وأسراهم أكثر من عدد الجيش الإسلامي كله وبعد الموقع جمعة رؤوس القتلة وأذن عليها المؤذن لصلاة العصر نعم صلاة العصر فكانت معركة سريعة قاطل فيها المغاربة بكل قوة كان النصر في معركة الدنونية سهلا يسيرا على المغاربة كما ورد إن عادت ضحياهم لم يتجاوز 24 رجل عاد المنصور عقب معركة الدنونية إلى جزيرة قدراء واستقر بها 35 يوما وزع خلالها الغنائم ثم عاد بعد ذلك وقاد جيشه إلى أحواز أجبلية وحاصر حصارا شديدا قتل فيها وسبب وضيق على أجبلية تضييقا شديدا ففتح كثيرا من الحصون حول أجبلية وبعد ثلاث سنوات سنة 677 هجرية تنطفد أجبلية فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني ومن جديد وبعد حصارا فترة من الزمن يصالقونه على الجزيرة ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصر حصارا شديدا فترضق له أيضا على الجزيرة سبحان الله عندما تجد القيادة الربانية متمثلا في قيادة يعقوب منصور المريني الرجل التقي المخلص دينه للمسلمين ومصاريعا للجهات تجد المولى عز وجل يسهل عمله ويجعله منتصرا على عدوه وهو بالفئة القليلة جدا فكان ذلك أول عامل من عوامل النصر الاعتماد على الله في النصر ثم التجهيز للحرب أيضا العامل الثاني إن جماعة وقوات يعقوب كانوا من مقاتلين الصحراء وسراع الحركة ولديهم القوة على العدو كان هذا الانتصار الوحيد بعد معرقة العقاب اللي كان فيها عدد جيش المسلمين ضعف عدد العدو فإذا هي ليس بالعدد إنما بالإخلاص والاعتماد على الله في النصر ثم التجهيز للحرب بعد هذا الانتصار العظيم بدأت القوة الإسلامية تقوى في بلاد الأندلس وبدأت تحاصل أجبلية ثم قرطبة فاستطاع يعقوب المارين بفتح حصونها وصالح أهلها على الجزية بعد كل الانتصارات العظيمة اللي حققها يعقوب منصول الماريني وبدأ يشكل مقاومة حقيقية ضد الممالك الصلبية ولكن حدث حادث خطير ومروعة وهي خيانة محمد بن الأحمر فبعدما ساعده يعقوب الماريني لانتصاره على الصليبيين تعاون محمد بن الأحمر مع ملك اشتالة وعقد معه اتفاقية لطرد قوات يعقوب والمارينيين من الأندلس كانت مخاوف ابن الأحمر بأن يتكرر التاريخ من جديد وهي سيطرة يوسف ابن تشفير من قبل على الأندلس فذهب هذا القائن وتعاون مع الصليبيين كانت قوات المارينية مسيطرة على ملقاه وطريف فتحرك ابن الأحمر بجيشه فسيطر على ملقاه وطرد قوات يعقوب منها فعندما على ما يعقوب منصور الماريني بذلك أرسل قوات إضافية إلى طريف بقيادة ابنه فعندها حاصل الصليبيين طريف من جهة وابن الأحمر من جهة أخرى فاستطاع المغاربة بهزيمة القواتين ففرد قوات الصلبية منسحبة ورجع محمد ابن الأحمر إلى غرناطة منسحبة ثم أرسل رسالة اعتزار وصلح ليعقوب فوافق السلطان على هذا الصلح وذلك من أجل مصلحة المسلمين ووجودهم في الأندلس في سنة 685 هجرية يتوفى السلطان يعقوب منصور الماريني ويخلفه على إمارة بني مارين ابنه يوسف ابن منصور فأرسل له محمد ابن الأحمر ويعرض عليه الولاء والطاعة ولكن يبدأ محمد ابن الأحمر الخيانة من جديد فيتعاون مع ملك قشتالة لطرد قوات المغاربة من الأندلس فيأتي جيش الصليبيين مع قوات محمد الفقيه فيستطيع حصار طريف فتسقط طريف بذلك فيدخلها الصليبيين فكان الاتفاق بينهم وبين محمد الفقيه عند سيطرة مدينة طريف يعطونها لمحمد الفقيه ولكن كالعادة يغدرون ويسيطرون عليها فهذا محمد الفقيه ليس بفقيه ولا يتعلم من تاريخ السابقين كان موقع طريف في غاية الخطورة فهي تطل على مضيق جبل طارق ومعنى ذلك إن سقوطها يعني انقطاع بلاد المغرب عن بلاد الأندلس وانقطاع العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تماما ثم بعد بضع سنين وموت محمد ابن الأحمر الفقيه حدثت نزاعات في غناطة وأيضا حدثت نزاعات أخرى في دولة بني مارين ففي سنة 709 هجرية استطاعت صليبيون بالسيطرة على مضيق جبل طارق فبهذا عزلت بلاد الأندلس من بلاد المغرب وتركت غناطة لمصيرها المحتوم ففي سنة 740 هجرية في عهد ملك قشطالة ألفونسو الحادي عشر بدأ يجهز أجيوش للسيطرة على غناطة وإجلاء المسلمين نهائيا من أندلس فعندما سمع السلطان يوسف ابن الأحمر حاكم غناطة بتجهيز أجيوش من ألفونسو الحادي عشر أرسل رسالة استغاثة إلى سلطان المغرب يطلب منه المساعدة للدفاع عن المسلمين في الأندلس فكان عادة يوافق سلطان بني مارين أبي الحسن علي بن أثمان على مساعدته كما اعتد أجداده من المرابطين ثم الموحدين ثم بني مارين نجد المسلمين في الأندلس وافق السلطان بإرسال إمدادات قوية يقودها ابنه الأمير أبو مالك تحرك الأمير أبو مالك من العاصمة واتجه إلى الجزيرة الخضراء فعندما علمت القوات الصلبية بتواجد قوات المغربة غيروا اتجاههم من حصار غرناطة إلى تمركز قوات أبو مالك حتى يقضوا تماما على قوات المغربة ويمنعوهم من نجد غرناطة أيضا تحالف ألفونسو الحادي عشر مع ملك أرجون وملك البرتغال لمنع توغل المغربة إلى بلادهم فتفاجأ الأمير أبو مالك وقواته بالقوات الصلبية المتحالفة فدار قتالا عظيما بين الطرفين وقاتل المغربة بكل قوة ولكن مع كثة الصلبية استطاعوا بتفكيك صفوف المغربة حتى وصلوا إلى الأمير أبو مالك فقتلوا وانهزم المسلمين هزيمة قاسية نوضح إلى كل متابعينا أنه تم بحمد الله تفعيل ميس الانتساب في القناة فاللي حابب أن يدعمنا بالاشتراك في هذه الميزة فاللي تفضل بالضغط على زر الانتساب أسفل الفيديو لوجود مميزات حصرية لكل المنتسبين في القناة ونوضح أيضا أن المحتوى بيحتاج مجهود كبير لإنتاجه وإخراجه فنرجو من حضراتكم بالاشتراك في القناة وزر الاشتراك هتلاقوه أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك بإشعار بآخر فيديو القناة فعندما علم السلطان أبي الحسن بهزيم جيشه ومقتل ابنه تجهز ليثقر بنفسه ونزل بمنطقة سهل طريف وانضم إليه السلطان يوسف ابن الأخمر ومعه خلاصة أهل غناطة العلماء والفقهاء وسائر الأبطال وكان الصليبيين قد استعدوا لمثل هذا اللقاء فأسرعوا قبل قدوم المسلمين واستولوا على ثغر طريق وتغلبوا على حاميته ورابط الأسطول الصليبي في مياه المضيق بين المغرب والأندلس ليمنع قدوم الإمدادات من المغرب واعتمد الصليبيون على إسلوب المطاولة حتى تنفز مؤن الجيش الإسلام الكبير ففي واحد جماد الأول سنة 741 هجرية وعلى ضفاف نهر سلدو استعدت طرفان القتال جيش المسلمين بقيادة أبي الحسن بنفسه وجعل قيادة فرسان الأندلس ليوسف ابن الأخمر جيش الصليبيين بقيادة الفرسو 11 وانضم إليه قوات الأرجل والقوات البرتغالية هاجم المسلمين بكل قوة على العدو فارتطبت القوات ارتطابا شديدا واندلعت شرارة الحرب وقاتل الطرفان بكل قوة قاتل المسلمين بكل شجاعة وبدأ الضغط على الجيش الصليبي يظهر ولكن أثناء القتال تسللت فرقة أزبانية من الجنوب فهجمت معسكر المسلمين فسقط معسكر سلطان المغرب الخاص على يد الصليبيين وفيه نساءه وبعض أولاده فذبحوا جميعا بوحشية مروعة فوقع المسلمين في فخ الصليبيين فبعد ذلك هجمت هزير فرقة على مؤخرة الجيش الإسلامي طبعا عندما شهد المسلمين معسكرهم هو بنهار وكان ماشد الصليبيين تطبق على جيشهم بدأت صفوف المسلمين تتفكت وزاد القتل في صفوفهم وفر الكثيرون فوقعت هزيمة صاحقة وكارسية للمسلمين لم يشهدوا مثلها منذ معركة العقاب وفر السلطان أبي الحسن إلى المغرب وفر يوسف ابن الأخمر إلى غرناطة وقتل معظم العلماء والفقهاء والصلاحين في المعركة وكانت هذه الواقعة أولى الضربات المؤثرة والموجعة والمؤدية لسقوط الأندلس فبعد ذلك استطاع الصليبيون بالسيطرة التامة على طريف وجبل طارق ليمنع أي مساعدات واستغازات عسكرية من المغرب فوقعت غرناطة إلى مصيرها المحتوم سيطر الصليبيين على مدينة الطريف ثم جبل طارق فبكده انقطعت المساعدات المغربية لغرناطة وتركت غرناطة لمصيرها المحتوم انقطع الآن النصر الذي كان يأتي ويستورد ويحتمد عليه سنوات طويلة من بلاد المغرب وطيلت ما يقرب من مئتي عام ومنذ سنة 709 هجرية وحتى سنة 897 هجرية ظل الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة معاهدات متتالية من أبناء الأحمر وملوغ غرناطة مع ملك قشتالة تسليم جزية وخزي وعار سنوات طويلة ولكنها وسبحان الله لم تسقط وكان السر في ذلك والسبب الرئيسي الذي من أجل حفظة هذه البلاد وهي من غير مدد ولا عون من قبل بلاد المغرب وهو وجود خلاف كبير وصراح طويل كان قد ضار بين مملكة غشتالة ومملكة أراجون المملكتان النصريتان في الشمال حيث تصارع سويا بعد أن صارت كل مملكة معهم ضخمة قوية وكانت قد قامت على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس ثم نذهب إلى آخر 25 سنة المتبقية لعمر الأندلس ففي سنة 871 هجرية كان يحكم قرناطة في ذلك الوقت الرجل يدعى محمد بن سعد بن اسماعيل بن الأحمر والذي كان يلقب بالغالب بالله وكان له أحد الإخوة واسمه محمد الملقب بالزغل يعني الشجاع فكان الأول غالب بالله وكان الثاني زغلا أو شجاعا وكما حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأخوان على الحكم وبدأ يتصارعان على مملكة غرناطة هذه للضعيفة والمحاطة في الشمال بمملكتي قشتالة وأراجون وكان عادة أيضا استعان أبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه الغالب بالله وقابت على أثر ذلك حرب بينهما إلا أنها قد انتهت بالصلح لكنها وللأسف قد استلح على تقسيم غرناطة البلد الضعيف جدا والمحاط بنصارى إلى جزء شمالي على رأسها الغالب بالله وهي الولاية الرئيسية وجزء الجنوبي وهي ملقاه وعلى رأسها الزغل وبعد هذا التقسيم بثلاث أعوام وفي سنة 874 هجرية يحدث أمر غاية في الخطورة في بلاد الأندلس فقد تزوج في النرد الثالث ملك أراجون من إزابيلا ورئيسة عرش غشتالة وبذلك تكون الدولتان قد استلحت معا وأنهت صراعا كان قد طال أمده وبعد خمس سنوات من هذا الزواج كانت المملكتان قد توحدت معا في مملكة واحدة هي مملكة أسبانيا وكان ذلك في سنة 879 هجرية وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة بعد زواج فرنادو الثالث ملك أراجون من ورئيسة عرش قشتالة إزابيلا كان قد أقسم أن لا يعقض عرصا إلا في قصر الحمراء قصر الرئاسة الذي هو في غرناطة على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت كانت منقسمة إلى شطرين شطر مع الزغل والآخر مع الغالب بالله ومن ناحية أخرى فكان الشعب يعيش حاليا من الطرف والخمول وقد انتشرت الخمور والغناء بصورة لافتة في هذه الأونة وفوق ذلك أيضا كان هناك الأشد والأشنع كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجا من امرأة تدعى عائشة وقد غرفت في التاريخ بعائشة الحرة وكانت لها جارية نصرانية تسمى ثورية قد فوتن بها وغرق في عشقها وكانت قد أنجبت له ولد اسمه يحيا وقد أثرت عليه حتى تجعل يحيا هذا وريس عرش غرناطة من بعده فكان المؤهل للحكم رسميا هو ابن عائشة الحرة والذي يدعى محمد أبو عبد الله محمد والتفرقة بين اسم العم واسم ابن الأخ سمه الأخير بالصغير حيث هو أصغر من عمه وقد كان وسبحان الله اسما على مسمى فكان بالفعل صغيرا في سنه وصغيرا في مقامه وحتى يضمن الغالب بالله ولاية العهد لابنه يحيا الذي هو من الجارية النصرانية قام الغالب بالله بحبس ابنه الأخير محمد الصغير هو وأمه عائشة في قصر كبير وقد قيد حركتهما تماما ولأن هناك أناس كثيرون من الشعب كانوا يأبون أن يحكمهم رجل أمه جارية نصرانية وكان هناك أيضا من يرأى حقية محمد الصغير في الحكم بعد أبيه انطلق هؤلاء الناس إلى قصر محمد الصغير واستطاعوا تخليصهمهم من الإقامة الجبرية فبعد خروج محمد الصغير قام بثورة على أبيه وقد نجح في عمل انقلابا في غناطة ثم تولى الحكم وقام بطرد أبيه إلى الجنوب حيث أخيه الزغر في ملقاه وهكذا آلت البلاد إلى قسمين قسم عليه الصغير في غناطة وقسم عليه الزغل في ملقاه ومعه تحت حمايته أخوه الغالب بالله طبعا بهذا الوضع المغزي اللي وصل به المسلمين في الأندلس استغل أفرنردو الثالث هذا الموقف جيدا لصالحه وبدأ يهاجم حصون غناطة حيث كان يعلم أن هناك خلافة وشقاق كبيرا داخل البلد وعلى غير عادز الغالب بالله الذي كان بينه وبين ملك أزبانيا معاهدات قامت الحروب بين الصغير وبين ملك أزبانيا لكنه الصغير لم يكن له طاقة من بحرب ملك أزبانيا فأسر من قبل ملك أزبانيا وصار في يده وبعد أصل الصغير استطاع الزغل أن يضم غناطة إلى أملاكه فأصبحت غناطة من جديد إمارة واحدة تحت حكم الزغل وبعد ذلك بعام واحد مات الغالب بالله هما وكمدا وذلك من جراء الذي حدث في البلاد ولقد كان هذا هو ما جنته عليه نفسه وما اقترفته يداه وما جناه عليه أحد وفي محاولة الفك أسر الصغير عرض الزغل على ملك أزبانيا أموال كثيرة ولأنه ملك أزبانيا كان يفكر في أمر غاية في الخطورة قابل طلبه بالرفض فقد اتفق ملك أزبانيا مع الصغير الذي هو في الأسر وكان يبلغ من عمر 25 سنة على أن يمكنه من حكم بلاد غناطة ويطرد منها الزغل بكلية فأشار ملك أزبانيا على الصغير بأن يدخل البلاد هو من جهة الشمال شمال غناطة فيثور فيها أما ملك أزبانيا فسيأخذ جيشه ويحاصر ملقاه من الجنوب وبذلك تنحصر غناطة بين فكاية الكماشة وكان الهدف من وراء ذلك كما أراد ملك أزبانيا إنه حينما يقوم الزغل بصد ومحاربة ملك أزبانيا في ملقاه في الجنوب يدخل الصغير غناطة في غياب الزغل عنها ثم بعد أن يأخذ ملك أزبانيا ملقاه فيعطيها بعد ذلك للصغير ليصبح هو حاكمنا على غناطة باسم ملك أزبانيا وافق هذا الصغير على هذه القطة فسبحان الله صدق من سمه الصغير فثار في شمال غناطة واتجه في النارد الثالث بجيوشه إلى ملقاه وعلى الفور توجه الزغل إلى ملقاه لحرب النصارى هناك لكنه لم يستطع أن يزمن واستطاع النصارى أن يأخذ ملقاه منه وهنا عاد سريعا إلى غناطة فوجدها وقد صارت في يد الصغير انطلقت الزغل إلى شرق غناطة حيث منطقة تسمى وادي أش واستقل بها وأقام فيها جزءا من مملكة وبذلك تقلصت غناطة في انقساماتها المتكررة إلى نصفين والنصف بدورة إلى نصفين فكان الوضع هو جزء في الشرق غناطة ووادي أش وعلى رأسه الزغل ثم جزء آخر في غناطة وعلى رأسه الصغير وجزء آخر هو ملقاه وقد أصبحت في يد ملك أسبانيا ومن المفترض أن يعيدها إلى الصغير طلب ابن الأحمر الصغير من ملك أسبانيا أن يعيد إليه ملقاه كما كان العهد والاتفاق إلا إن ملك أسبانيا أجابه بأنه إن هو سحب جيشه منها فسيطمع الزغل فيها ويأخذها منه فالحل إذن هو أن تبقى جيوش أسبانيا لحمايتها فعلا صغيرا ثم ما مرت إلا شهورا حتى استرق ملك أسبانيا أهل ملقاه جميعا أخذهم رقيقا وكانوا مسلمين ولم يرى المعاهدة التي تمت بينه وبين الصغير بكده كانت ولاية غناطة للصغير والزغل وادي أش ثم أصبحت ملقاه تحت قبضة ملك أسبانيا واستكمالا لأمال كان قد عقدها ملك أسبانيا قديما وفي سنة 895 هجرية انطلق ملك أسبانيا من ملقاه إلى ألميريا على ساحل البحر المتوسط فاحتل لها ثم منها توجه إلى وادي أش فاستولى عليها وعرب الزغل منها إلى تونس وقد ترك البلاد بما فيها من المسلمين تماما كما هو حال ملوك هذا الزمان كان الوضع الآن أنحو صيرة مدينة غناطة وكل قراها ومزارعها من كل مكان بجيوش النصارى أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب فقد تداعت ملوك النصارى حول مملكة غناطة الصغيرة والضعيفة جدا في ذلك الوقت وقد حاصروها وأحرقوا القرى والمزارع حول حصونها وطلبوا من الصغير أن يسلم مفاتيح المدينة وكان ذلك قبل سقوط غناطة بعامين حينها فقط شعر الصغير إن ما حدث من ملك أزمانيا هو خلاف ما كان يعتقده فقد كان يعتقد أن بينه بين النصارى ولاء وبينه بين ملك أزمانيا تحالفات عهود لكن الذي حدث هو إنهم لم يتركوه كما وعدوه بل طالبوه بأن يترك غناطة ويرحل ليتولهم أمرها وذلك بعض إعطاهه مهلة للتفكير في ذلك وفي هذا الأمر فكر كثيرا محمد الصغير إلا إنه لم يجد حلا سوى أن يحاربهم فلو أطع أمرهم واستجاب لمطلوبهم ترك البلاد وترك الحق وهذا لا يريده ولا يقدر أن يتحمله فاقتنع وبعد تفكير وجدال طويل مع وزراءه بأنه يجب أن يدافع عن البلد يجب أن يدافع عن غناطة كان المتوقع والطبيعي بعد أن أعلن الصغير الدفاع عن غناطة وإنه لن تكون له قدرة ولا طاقة هو من معه من جيشه وزراءه وهايئته الحاكمة على الحرب أو الدفاع فقامت في غناطة في ذلك الوقت انتفاضة إسلامية قوية وعلى رأسها رجل يسمى موسى بن أبي غسان فهو الذي حرك الجهاد في قلوب الناس وبدأ يحمسهم على الموت في سبيل الله وعلى الدفاع عن بلدهم وهويتهم فاستجاب له الشعب وتحرك للدفاع عن غناطة وطيلت سبع أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون غناطة ضد الهجمات النصرانية الشرسة وفي ذات الوقت كان محمد الصغير ينظر إلى الأمور ويستطلعها من بعيد حال الواقف المتفرج ولم يستطع أن يفعل شيئا يريد ويتمنى أن يجد حلا أو مخرجا يسر به ما أوجهه لكنه لم يجد وبعد سبع أشهر يجد الصغير باريق أمل كان قد تمنى مثله حيث أرسل فرنردو الثالث وإيزابيلا رسالة إليه يطلبان فيها أن يسلم غناطة لهما على أن يضمنوا له والقومي والجيشي الأمان وفي مقابل أكثر من سابعين شرطا يضمن له فيها البقاء كان من بين هذه الضمانات وتلك الشروط أن تترك المساجد ولا تدخل الديار ويطلق الأسرة وتؤمن الأعراض والأموال ويوضع محمد الصغير كأحد الوزراء المعاونين لملك أسبانيا أيضا لم يفهم هذا المغفل مضمون هذه الرسالة فيوافق على هذه الشروط وذلك بعد أن وجد فيها حل المناسبة للخروج من المأزق الذي هو فيه إذ كان يرفض أجهات ويرفض الحرب ويريد أن يبقى حيا حتى وإن ظل ظليلا ومن هنا وافق هذا الصغير على هذه المعاهدة إلا أنه وخوفا من خيان المعهودة وحرصا على حياء أبدية وسرمدية ونجاه بنفسه من نهاية لا يحمد عقوباها اشترض على نفس الشرطين هما أن يقوم فرنردو وإيزابيلا بالقسم على هذه العهود فاستجيب له وأقسم الملكان له ثانيا أن تحكم في هذه المعاهدة هيئة معينة تضمن تطبيقها بالصورة السليمة وبعد النظر في دول العالم لم يجد من يحترم ملك أسبانيا رأيه إلا البابا في إيطاليا فألزم أن يوقع البابا على هذه المعاهدة فوقع البابا عليها وبعدها اتجه هذا الصغير ليسلم مفاتيح مدينة غناطة ويوقف حركة الجهاد في البلاد في مقابل أن يعطوه الأمان كما ذكروا وذلك بعد أن وقع له بابا روما وأقسم على هذه العهود ثم اندهش موسى بن أبي غسان من رأيه الصغير فخطب في الناس وقال أفضل أن أموت بدل أن أعيش تليلا فأخذ سلاحه وذهب إلى سرية رومية حوالي 15 رجل فيقتل معظمهم ثم يقتل في سبيل الله رحمة الله عليه فكان مقتل موسى وتسليم الصغير غناطة بانتهاء عصر الدولة الإسلامية في مملكة غناطة أعطى الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الثالث وإيزابيلا ولم ينسى أن يرسل إليهما بعض من الهدايا الخاصة وفي خيالاء يدخل الملكان قصر الحمراء الكبير ومعهما الرهبان وفي أول عمل رسمي يقومون بتعليق صليف فضي كبير فوق برج القصر الأعلى ويعلن من فوق هذا القصر الأعلى إن غناطة أصبحت تابعة للملكين وإن حكم المسلمين قد انتهى من بلاد الأندلس وفي نكسة كبيرة وفي ظل الظل يخرج محمد الصغير من القصر الملكي ويسير بعيدا في اتجاه المغرب حتى وصل إلى ربو عالية تطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه وإلى ذاك المجد الذي قد وله وبحزنه أسى قد تبدى عليه لم يستطع فيها الصغير أن يتمالك نفسه انطلق يبكي حتى بللت دموعه لحيته حتى قالت له أمه عائشة الحرة أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل الذي وقف عليه الصغير ما زال موجودا في أسبانيا وما زال الناس يذهبون إليه يتأملون موضع هذا الملك الذي أضاع ملكا عظيما كان قد أسسه الأجداد ويعرف هذا التل بزفرة العربية الأخيرة وهو بقاء محمد الصغير حين ترك ملكه وتم ذلك في سنة 897 هجرية وقد هاجر بعدها محمد الصغير إلى بلاد المغرب وهناك اعتقله ملكها بتهمة الخيانة لبلاد المسلمين ثم وضعها في سجنه وكما يقول المؤرخين فقد شهد أولاده بعد ذلك بسنوات وسنوات يشحزون في شوارع المغرب فلعنط الله على هذا الذل ولعنط الله على هذا الترك للجهاد الذين يوصلان إلى هذا المثوى تلك المنزلة فبذلك قد انتثرت حضارة ما عرفت أوروبا مثلها من قبل إنها حضارة الدنيا والدين وقد انتوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير والكثير وقد ارتفع عالم النصراني فوق صرح الإسلام المغلوب وذهب نجم الدولة الإسلامي في بلاد الأندلس وليت شعري أين موسى بن نصير أين طالق ابن زياد أين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر أين يوسف ابن تشفين أين أبو بكر ابن عمر اللامتوني أين يعقوب المنصور الموحد أين يعقوب المنصور المرين أين كل هؤلاء غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله كالعادة أولى طبيعة جبرة نفوسهم عليها وبعد أن ترك محمد الصغير للبلاد لم يوفى النصار بعهودهم مع المسلمين بل تنكروا لكلامهم تماما وأغفلوا شروطهم السبعين وقد أهانوا المسلمين بشدة وصادروا أموالهم وبعد تسع سنوات من سقوط غناطة أصدر الملكان فرناندو الثالث وإيزابيلا أمرا كان خلاصته أن الله قد أقتراهما لتقليص الأندلس من الكفار يقصدون المسلمين ولذلك يحظر وجود المسلمين في بلاد الأندلس ويعاقب من يخالف ذلك بالقتل فقد قاموا بالتهجير هجر المسلمون بلاد الأندلس بالكلية وذهبوا إلى بلاد المغرب والجزائر وإلى تونس وغيرها من بلاد المسلمين ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس تنصر من المسلمين وبدأت بعد ذلك ما يعرف بمحاكم التفتيش اللي اتقهر واتعذف فيها المسلمين لقد استمر حكم المسلمين تمنمائة سنة في الأندلس ولكن يحدث ذلك بعد التفرقة والبعد عن المولى عز وجل والانغماس في الدنيا ونعمها وترك الجهاد والتحالفات مع الصلبيين فكان لابد أن يصل بهم هذا الحال أيضا اعتادت بعض ممالك المسلمين في الأندلس أن تستورد النصر من بلاد المغرب وغير معتمدة على أنفسهم أم هل هم المولى عز وجل سنوات كثيرة ولكن لم يتحدوا وفضلوا الفرقة إلى آخر عهدهم وبكده وصلنا إلى نهاية سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط فبعدما عشنا فدوحات وأمجاد المسلمين هذه هي سنوات المولى عز وجل بعد ترك الدين والانغماس في الدنيا يريد تشاركونا برأيكم في تعليق عن السبب الرئيسي للسقوط الأندلس ويريد تنور قرأتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر